أسأل الله عز وجل أن تكون سبب في هداية إنسان أو تكون لعل وعسى شخص يسمع منك آية فتكون دفعة قوية جدا أن يهتدي على يديك ولن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من الدنيا ومفيها لن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من حم نعم لن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من ما طلعت علي الشمس وهناك قاعدة شرعية تقول لكل فعل كسبي كل فعل كسبي عظمه الشرع أو مدحه أو مدح فاعله أو أحبه أو أحب فاعله فهو مأمور في الشرع فنحن مأمورين بالدعوة لله عز وجل كل في تخصصه وفي مجاله والقرآن الكريم يجمعنا جميعا تحت الكرآن الكريم يجمعنا جميعا تحت منصة واحدة فكلنا مأمورون بأن ندعو بالكرآن الكريم فأنت اخترت أسمى شيء لتدعو به فليس أعظم من كلام الله عز وجل أن تقولوا للناس اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد يسأل الله أن يتقبل منا جميعا وأن يجعلنا خيرا مما نظنون اللهم أمين اللهم أمين رفع الله قدركم في الدنيا والأخيرة أنا على موما عملت لك متابعة هنا أن أستطيع أن نحن نلقاقي دائما بهؤلاء على رأسي ومردود لك يا أخي الكريم إن شاء الله الله يسعي لك الله يبارك فيك لو حابتي إن شاء الله بإذن الله أنا دكتور تغزيل يا دكتور تغزيل لو عندك أي أسئلة في التغزيل ممكن تسأل Jama ما شاء الله ما شاء الله الله يحني ما شاء الله والله يا هو يا دكتور أنا الموضوع عندي أنا لعب كرة مم أنا لعب كرة لاعب في نادي مم فعندي الموضوع 我هنا جسمي بيزيد بيخص وبيزيد بسرعة يعني الساعة مسلا يعني عشر تيام على حسب يعني ايه ما ديت دي ايه سببها وايه مشكلتها ديت يعني مسلا انا لو قررت ان انا اخس في عشر تيام بخس لو قررت ازيت في عشر تيام بزيت والله بص يعني فكرة ما احنا عندنا القاعدة الاساسية بتاعتنا ان التوازن الطاقة ان الطاقة المعفوزة من تناول الطعام بتسوي الطاقة المستهلكة في النشاط والحركة فاذا كانت الطاقة المعفوزة من تناول الطعام اكبر من الطاقة المستهلكة في النشاط والحركة يعني ايه اللي هيحصل ما تقول معي كده لو الطاقة المعفوزة بتاعتنا من تناول الطعام اكبر من الطاقة المستهلكة من النشاط هنزيد في الوزن لو العكس هنخس ما لم يكن هناك ما لم يكن هناك ما لم يكن هناك خلال مرضي معين يعني احنا احنا بنستبت كل مشاكل مرضية وبنقول اللي احنا عندنا ممكن هي القاعدة بتاعتنا الرياضيين شوية يستطيعون انهم هتحكموا في نفسهم من خلال الرياضة اللي هم بيعملوها يعني. فاهمني? فانت انا ممكن اديك نصائف ايه او انت ايه اللي انت مش فهمه? اللي انت مش فهمه بالزبط. ازاك الله خير انه دكتور. ازاك الله خير. الله يبارك فيك. في حاجة انت مش فهمها يعني او كده افاهمها لك? الا 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 اه حكاية هي بس اه نفس ازبط اه يعني انا عايز نفس ازبط مع اه يعني موضوع السعارات الحارية اللي هو اللي هو انا عايز اه 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 وانا بحرق وانا 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 باتمرن وباكل يعني وانا باتمرن تمرين اليومي اه انا باكل بس عايز ازبط برضو في نفس الوقت اللي هو ايه? انا ادخل بالجسم في معادلة في معادلة كده يعني عايز اعرف تفاصيلها علشان خاطر ببدخل النشر جد ايه كالوريس جد ايه سعارية جد ايه. بص هو في معادلات معقلة. الحاجات دي. ماشي ماشي. كويس كويس سواء لك ده كويس جدا. في في هتفهمك حاجة. هو فيه طبعا اه حسابات كتيرة. فيه حساب سهل كده ممكن اقوله لك. وفيه حساب صعب. وفيه حزبة تانية صعبة شوية. يعني ايه? عايزها ورقة وقلم تكتبها علشان تعرف تجيبها. اه الحاجة الاولانية. تمام. الحزبة الاولانية. انا دلوقتي بضرب احنا محتاجين سعرة حرارية. افهم من الحتة دي لو في امتاة تتعرف المعادلة سريعا واتفاصها بسرعة مش هتنساه. احنا محتاجين سعرة حرارية. تمام. محتاجين سعرة حرارية لكل كيلو جرام. محتاجين سعرة حرارية لكل كيلو جرام لكل ساعة. محتاجين سعرة حرارية لكل كيلو جرام لكل ساعة. تمام. انا مسلا عايز احافظ على ثبات وزني يبقى بشكل بسيط بنضرب واحد اه هنضرب مسلا وليكن احنا قلنا اه عايزين كيلو جرام يبقى الواحد اهو بتاع الكيلو جرام اهو. احنا عندنا مسلا ستين كيلو. يبقى نضرب مسلا ستين. في اه عدد الساعات اربعة وعشرين. احنا عددنا اربعة وعشرين ساعة. مش حنا قلنا كل كيلو محتاج سعرة حرارية. يبقى اه هنضرب اه هنضرب واحد اه اه يبقى هنضرب واحد فاربعة وعشرين في الوزن بتاعنا بالكيلو جرام. الناتج بتاعنا الناتج تاعنا اه لو طلع الناتج اللي يطلع بتاعنا ده الرقم اللي هيطلع ا Eyehfaz الرقم ده عندك لو انا بقى بلعب رياضة بلعب رياضة ورياضة عنيفة لو انا بلعب رياضة ورياضة عنيفة لو انا بلعب رياضة ورياضة بتاعتنا دي اه اه عنيفة نعم احنا يعني بنقدر نقول ان احنا بنضرب في يعني على حسب يعني النقشات البدني بنقسمه واحد واحد واتنين واحد وثلاثة فانت على حسب مسلا لو النقشات بتاع لو النقشات بتاعنا كبير. النشاط بتاعي بيبقى عالي. اه النشاط بتاعي بيبقى كبير. خلص يبقى هنضرب فيه وهنضرب لو النشاط بتاعنا كبير بنضرب في واحد وتلاتة. اه ده اه والنتج اللي هيطلع. يعني انا حاليا دكتور وزني سبعة وتمانين. خلينا دي حزبة. دي حزبة سهلة لكن برضو مش دقيقة قوي. بس بنقولها للناس اللي عايزة. انا سبعة وتمانين كيلو. ماشي. انت سبعة وتمانين. اضرب معي. طبعا انا هديك حزبة تاني. اضرب عشرة. اضرب عشرة في الوزن بتاعك. ماشي تمام. اه زائد. النتج اللي طلع ده هيبقى زائد. اه 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 حط الرقم ده في ورقة بس. حط الرقم ده في ورقة وخش في حزبة تاني. حط الرقم ده في ورقة. الرقم التاني هتضرب ستة وخمسة وعشرين في الطول بتاعك. ستة. اه وي خمسة آآ ستة نقطة ستة نقطة خمسة وعشرين في اه خمسة. لا اه ستة اه ستة وخمسة وعشرين في الطول. اه لا غلط غلط امسح خمسة دي. اه في 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 الطول. مية ستة وسبعين اللي هو طولي مسلا. اه مية ستة وسبعين اضربه في المية وستة وسبعين بالسانطية يعني عادي مش هتعمله بالمتر. يبقى ايه? يبقى كده بشكل بسيط يبقى. تمام? يبقى احنا قولنا كده اه الناتج اللي طلع. اه حطه برضو في جنب. بعد كده هندرب خمسة هندرب خمسة اه في العمر. سواء يا دكتور سواء. هضرب خمسة في العمر. اه اه الناتج اللي يطلع احطه برضو وكمل معايا بس الاول عشان بتاع ما يضايش مننا. تمام. تمام. اه ازبر بس نكمل. اضغط تكملة. ناشي. اه ضربت خمسة في العمر صح كده? يبقى انت كده عندك تلات حسابات. عندك حزبة الاولينية اللي ضربناها في الوزن والحزبة التانية بتاع دلطول والحزبة التالتة بتاع دلطول. تمام. الحزبة الاولينية نجمعها زاد الحزبة التانية. اجمع الحزبة الاولينية زاد الحزبة التانية. زاد. ماشي تمام. الناتج اللي طلع? هنترحه من الحزبة التالتة. ايوة. الناتج اللي طلع نحسبه هنترحه من الحزبة التالتة. تمام. طلع كم? طلع كم? الف سبعمائة خمسة تمانية. كم الف? الف سبعمائة خمسة وتمانية. تمام. الف سبعمائة خمسة وتمانية زائد خمسة زائد الرقم ده زائد خمسة? زائد خمسة. الف سبعمائة وتسعين. اه تمام الف تسعة وسبابين دي نسميها الحزبة اللي احنا حسبناها بي نسميها أو معدل الايض اه معدل العملات الايضية. دلوقتي احنا عايزين نعمل حاجة تانية بنضيف هيه معامل النشاط البدني. فانا هقول لك مثلا. اه الناتج ده احفاظه برضو عندك. الناتج ده احفاظه عندك. اه. 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 احنا قلنا التمرين بتاعتنا لو خفيفة هنضرب اه يعني من واحد يعني مسلا وليكن احنا بنقول اه احنا دلوقتي مسلا وليكن تبتقول اه رياضة عنيفة صح كده. اه. اول كرة فيها جاري كتير وفيها مجهود بدني عالية. اه اه. تمام خلص يبقى احنا مسلا هنقول. اه. اه ما잖아요. هنضرب مسلا في واحد يعني. هنضرب مسلا في واحد وسبعة اضرب في واحد وسبعة. اضرب في واحد وسبعة. الناتج اللي هيطلع هو ده احتياجك من السعرات الحرارية يوميا. اه. ده احتياجك من السعرات الحرارية يوميا بدون ما تخس او تزيد. يعني الالفي اضرب في سبعمية وتسعين ان اضربه في حاجة او? اه اه الف سبعمية وتسعين ما هو بس انا عايزة اقول لك يعني الف سبعمية وتسعين احنا الناتج الاولاني ده معدل عملات الايضية جوه الجسم. احنا برضو لازم نضيف عليها نضرب فيها اه معامل النشاط البدني. معامل النشاط البدني ده يعني لو شخص عمله مكتبي اه ده بنضربه في واحد واثنين. لو مسلا اعمال المنزلية العادية اه مسلا واحد وتلاتة لو اعمال متوسطة واحد واربعة بداننا مشي لحد واحد وسبعة مسلا ده يعني داننا نطلع نطلع كده ما احنا مشيين فهنا مسلا ولا يكن نقول واحد وسبعة ندرب واحد وخمسة او واحد في سبعة او سبعة يعني واحد وخمسة او واحد وسبعة مش مشكلة يعني انا انا كتبت انا كتبت على الحسب الف سبعون وتسعين بعد كده اعمل في في واحد نقطة اه يعني وسبعة اه اه واحد و سابعة. تلات تلاف اه تلاتة واربعين. لا خلصان الله. تلات تلاف تلاتة واربعين. اه يبقى تلات تلاف تلاتة واربعين ده هو. اه ده احتياجك من تلات تلاف تلاتة واربعين. ده احتياجك من السعرات الحرارية يوميا لو انت عايز بلانك ثابت في الوزن. لو انت عايز تزيد في الوزن بتزود لو انت عايز تزيد مصف كيلو بتزود خمسمائة سعر حرارية. لو انت عايز تزيل نصف كيلو في الاسبوع. بتضيف خمسمائة سعر حرارية كل يوم على التلات تلاف اللي موجودين عندك. تمام? او على الرقم اللي يطلع معاك يعني. طيب لو انا عايز. طيب لو انا لو انا عايز انزل عشرة دكتور. عايز تنزلهم في ما هو على حسب. لو انا عايز انزل عشرة كيلو. ما لو عشرة كيلو يعني مسلا بمعدل كيلو كل اسبوع مسلا. بمعدل كيلو كل اسبوع مسلا. او او تاتة كيلو كل اسبوع. يعني. او تاتة كيلو كل اسبوع. يعني. تلاتة كيلو كتير قوي يعني. عشان بس ما ما يكونش عندك بخسنة قوي. اه هماشي. لو قلنا تلاتة كيلو كل اسبوع يعني احنا محتاجين تلاتة تلات تلاب سعر حرارية لنقصوا من النظام بتاعنا كل يوم وده حاجة مستحيلة. انت اصلا كل النظام بتاعك تلاتة تلاب وتلتمائة هتاخد تلتمائة سعر حرارية في اليوم. يبقى انت كده بتموت نفسك ومش هتاخد احتياجك من وهتمرض. فالاساسي ان انت مسلا نقول انا هنزل كيلو كيلو ونص حد اقصى. يعني وزود في الرياضة شوية هتنزل اكتر. يعني بس. تفاهم? سمعني? يعني احنا. تغذية الاطفال? ممكن. عايز نتكلم عن تغذية الاطفال. عايز نتكلم عن تغذية الاطفال. والله عندي الصبي عب جبله فيتامين. وعنده كم سنة? عنده كم سنة? عنده ثلاث سنين. عمره ثلاث سنين. بياخد ادوية معينة؟ انا بس مع الصدا صوتي مش عارف السبب. انا بس مع الصدا صوتي مش عارف السبب. لا ما بياخد ادوية بس جسمه كتير نحيف كتير كتير وعنده عصب. عصبي يعني. انا سمع صوتي انا عشان. انا سمع صوتي. لو انت عايز اساعدك لازم تتحكم في الصدا صوتي اللي موجودة عندك عشان عارف السعب. يلا اوكي. مش الحال هيك تمام? السلام عليكم انا بحاول اهوكمه. برضو سبس صوت ما زال شغال معي. برضو سبس صوت ما زال شغال معي. والله يمكن من الانترنت هو الانترنت عب. لا الانترنت ما بيعمل كده. هو غالبا في مشكلة يعني عندك اما في تليفون او مشكلة مسلا بتفجيل او شيء من هذا القبيل. يلا عب حاول زبطه. تمام. تمام. زبطه. السلام عليكم. كده اعتقد كده سترة. مم. تمام. اتكلم بقى على طول. بس برضو الصوت مازال حتى لانشغال. كيف هيك صار منيح? بس برضو صوت برضو مازال بسامة والله. ممكن من الانترنت ازا كان ضعيف بيعطي صدق. الله مش عارف ما سوف يزال امر لكن انا انا مش عارف فتكلم انا بس مع صوت داخل توداني كزا مره حتى يعني فيه ازعاج شديد. شديد. انت عليك. يلا انا حطيت لك متابعة بشوفك اصبح بشوفك فاركي غير نهار. ايه تمام ربنا احفظك انا كنت نفسي ساعدك بس يعني فيه صوت غريب شوية ما عليش ناس. حبيب القلب الله يكون معك. الله يسعدك يا رب. الله يخليك الله يكريمك. الله يسعدك. الله يسعدك. الله يسعدك. انت من وين يا احمد? انا طبيب تغذية لو عندك اي اسئلة في التغذية ممكن تساعدين انفيدك. اه يعني طبيب التغذية? مهم. التوفيق ان شاء الله. انت من مصر? مهم. انا بقولك لو عندك اسئلة في التغذية ممكن تساعدين انفيدك. ما بعرف يعني شو راح اسألك مثلا. مهم. تمام. والله تساعديني في التغذية في الاكل ايه الاكل اللي بنكله وبنشربه لحنا ولا انت كائن فضائي ما بتاكليش ولا بتشربه زينا. اه يعني هناك فرق بين بين المغرب ومصر في في التغذية. مش مشكلة اسألي برضو لو عارف هقولك عارف مش عارف هحاول استفسر منك واعرف علشان اعرف اجابه. اهلا بيك يا زاهية. يعني شو بتنصح في الاغذية دي. تغذية بالزبط يعني ايه? تغذية ايه بالزبط? يا سلام يا زاهية يا سلام. يا سلام زاهية العظيم. يا سلام يا سلام. اه شوف يا سلام مساء الفل يا زاهية والله العظيم والله العظيم مساء الفل والوردة والياسمين يا زاهية يا سلام ما يكون في ناس دخلة مخصوص عشان تديك وردة وتطلع يا سلام بتشعر بشعور منتاشي كده في حاجة انت جديد بالبرنامج سيبك بس من جديد وانا بس قولك يسأليني سؤال في التغذية دخليني في قصص عتماليني جديد ولا جديد انا كرهت الاسئلة دي والله العظيمة اسئلة تقليدية ما يحبش الناس التقليديين سأليني سؤال في التغذية اهلا وانت اللي حقيقة تغذية يعني شو نتغذي اليوم اه شو تتغذي اليوم ناشي هقول لك شو تتغذي اليوم بتعرف التاجين اه بيعرف التاجين اه تاجين المغربي اه نحن عاملين تاجين بالبطاطا وآآ وعطور بهارات بالبهارات وهيك وبنعمل يعني تجاج وسط البطاطا وهيك ανα estatيمة تقول لي كده تاني معلrations يعني غولي كده يعني مكونات سريعا؟ ملح الحمراء. بتعرفها؟ نحن بنقول شونية. طيب بصي انا هقولك انا هقولك. انا ما بعرف. انا ماشي انا هقولك انا ماشي ماشي. تمام. هو اللي انا عرفه ان المطبخ المغربي بشكل عام فيه اكلات كتيرة جدا. دايما اللي انا عرفه يعني ان المطبخ المغربي نقدر نقول بيمتاز بالخضروات والفواكه الطازجة والزيوت الطبيعية التي لا يوجد لها مثيل في العالم كله. ده احنا انا اعرف هذا الكلام. اذا ما نجد نتكلم مثلا عن الطاجن المغربي بتوابله محتوياته الطبيعية ولحمه الغني بالبروتين. طبعا ده من شأنه ان هو يضمن تغذية متوازنة وصحية. خاصة اذا مشينا على نمط حياة يعني مثلا نقدر نقول. نقدر نقول ان الطاجن ممكن يموفيد وممكن يكون مضر. الافراط في كل شيء ممكن يسبب مشاكل. زاهية بتسأل هل اللبن يحد من انقاص الوزن? هل اللبن يحد من انقاص الوزن? بص هو موضوع اللبن ده او الحليب بشكل اساسي لو بنتكلم في انا هجاوبك هخش على الطاجن المغربي يركز معي خليك معي. اللبن ده ما فيش حاجة اسمها تحد من انقاص الوزن او لا تحد من انقاص الوزن. في حاجة اسمها السعرات الحرارية لدخل. دي رقم واحد. تاني حاجة لو الشخص عنده مثلا مشاكل في الجلوتين او اي مشاكل مثلا عنده حساسية من اللبن او حساسية من من الكازين اللي موجود مثلا وليكن في اللبن. فوارد ان يكون يحد من انقاص الوزن. كان نتيجة انه هو بياخد حاجة الجسمه اصلا بيفسرها تفسير غلب. دي كده ده الاجابة على السؤال يا زهي. اه سيد احمد انا بدي اسألك. اه كيف اه كيف اه كيف. اجاوبك على سؤالك. خليني اكمل لك اجابة على السؤال بتاعك الاول وبعدين الطاجن المغربي. اما خلاص الطاجن المغربي هخشي لك على البتاع اللي انت عايزه. مرسي? اه دلوقتي خليني بس احنا اتفقنا ان الطاجن المغربي ان تناول الطعام. اهم حاجة دلوقتي سألتيني في موضوع الطاجن المغربي. انا دلوقتي تناول الطعام بدون افراط او تفريط سواء كان الطاجن المغربي بالتوابل بتاعته والبرتينات اللي موجودة فيه واللحوم اللي موجودة فيه. اكل ليس له مسيح. لكن اه يعني علشان نتفادى اي مرض من الامراض المزمنة اللي ممكن تحصل لنا. اه وخصوصا السمنة. اه حتى لو محسوب السعرات. اه بتسأل حتى لو محسوب السعرات. اه لو محسوب. شو السبب بالسمنة. يعني زيت اه زيوت مصنوعة. زيوت المصنعة طبعا من ضمن الحاجات الخطيرة يعني. انا بقولك ان اي حاجة ممكن تبقى مفيدة ممكن تبقى مضرة على حسب هل الاكل بتاعنا هنعملونه بحاجة صحية ولا ولا بنجيب حاجات مصنعة ووجبات سريعة وحاجات دي. انا مش عايز بس اطول في هذا الامر. لكن عايز اعرفك ان الطاجن مفيد كقيمة غزائية. لكن لو احنا مسلا وليا كن بنستعمل مسلا زيوت مصنعة والحاجات دي بنستعملها بشكل كبير. التواب البهارات بشكل كبير. مواد حريفة بشكل كبير. بنسبكات بشكل كبير. هتبقى دافع قوي جدا وبنستخدمها بشكل كبير. تبقى سبب ان احنا وافراط في الاكل بتاعنا. تبقى سبب بقى مشاكل القرح المعدة وحمودة المعدة والارتجاع في المريء ومشاكل صحية. اما بالنسبة يا زاهية هل اللبن يحد من انقاص الوزن? قلنا الموضوع يرتبط هل هو عنده حساسية منه ولا لا? اه لو لو محسوب السعرات يعني هل اللبن مسلا لو محسوب السعرات يعني اللبن لو محسوب السعرات لا يحد من انقاص الوزن يعني. الا اذا كان الشخص عنده مشكلة صحية في هذا الامر. يعني انا مسلا عند مشكلة مسلا وليكن صحية تحول دوني بتوقع في العملات انها تشتغل بشكل كويس جدا بالنسبة لي. فدي اجابة على السؤال. اه اتكلمنا عن الطاجل المغربي اتكلمنا عن الحليب. انت كنت عايزة تسألي شوالك. اه طبعا. اه طبعا. اه كنت رح اقول لك اه كيف تجعل صحتك متوازنة ورشيقة? كيف يعني كيف تكون التغذية طبعا لا نكون اه. عنا صحة ورشاقة يعني صحة متوازنة. اه يعني دلوقتي اه كيفية يعني يعني بتسألي السؤال بتقولي ما هي التغذية الصحية صحي كده? صح? ما هي التغذية اللي بتنصح بها انت انه اه مفيدة لصحة وبتخلي الانسان متوازن. اه تمام. ركزي بقى معا في الكلام ده. يعني بصحة متوازنة. اه اه يعني عايز الشخص يبقى رشيق ويمارس حياته بشكل طبيعي. طبيعي وما يدرش وما يجلوش اي امراض الله يبارك فيك يا زاهي ربناها فضل. انا هديك مجموعة من نصيح بسيطة لتغذية صحية ومفيدة. اه. تمام? هديك مجموعة من نصيح. النصيحة الاولانية. الغذاء بتاعنا عشان يكون صحي لازم يكون متوازن. لازم يكون متنوع. لازم يكون متكامل. لازم يكون بيحتوي على كافة. لازم بيكون بيحتوي على كافة العناصر الغذائية من الكربوهيدريت. من الفات. من البروتينات. من الفيتامينات. من الاملاح المعدنية. من الالياف. من المية. يعني نقول التغذية الصحية لا تكتمل الا بتناول مختلف اه انواع الاكل المختلفة والتغيير في كمية في كمية المواد وانواحها. الحاجة التانية تناول المواد الغذائية الغنية بالسكريات والخالية اه اه من الدهون زي الرز والخبز والبطاطس لانها بتدي الجسم بالطاقة والفيتامينات والمواد المغزية اللي احنا محتاجينها اه عندنا. فبنقول مسلا ولكن السكريات والخالية من الدهون مسلا وخصوصا السكريات المركبة دي احنا محتاجينها بنسبة خمسين في المية من الوجب عشان الجزاء بتاعنا يكون صحي. تالت حاجة بنقول تناول الخضروات والفواكه بشكل يومي. لو انا عايز ما يجليش امراض لابد ان انا اقويل جهاز المناعي بتاعي. هنقويل جهاز المناعي بتاعنا تناول الخضروات والفواكه بشكل يومي. وهناك نصيحة لو احنا بناكل الفواكه والخضروات هناك نصيحة مهمة ان الفاكهة والخضروات بتاعتنا تكون تازجة تكون تازجة يعني ترش. ويجب تعويض الجسم على تناول وجبات مختلفة يوميا زي الخضروات والفواكه. مش كل يوم هنأكل نفس النوع. كل يوم نأكل حاجة مختلفة. التنوع مطلوب زي ما احنا قلنا في البداية. برضو العصاير تعتبر. وشو التخدير? العصاير التسجة. هم? بتقول ايه? اكمل. اه. اه. اتمم. اه. العصاير التسجة تعتبر طريقة مثالية لبرضو الغزاء الصحي العصاير او كده. العصاير او الفواكه والخضرات. بنتكلم برضو عن اللحوم والاسماك مهمة جدا في التغذية علشان نستمتع بحياتنا. لانها بتحتوى على المواد الجزائية والطاقة المهمة للجسم. لكن هناك طبعا ان زي ما احنا قلنا في البداية لا افراطة ولا تفريط. لان الافراط في اللحوم بشكل عام ممكن يكون لها اضرار وامراض خطيرة. احنا بننصح مثلا بتناول السمك مثلا من مرتين لتلات مرات اسبوعيا. وفي وجبات صغيرة لا تتجاوز مسلا سبعين جرام. اللحوم مسلا بنقول بكميات لا تتجاوز مسلا خمسمائة ستمائة جرام في الاسبوع. يعني بننتكلم عشان الاكل يبصيحي مرتين تلات مرات سمك. اه بكمية لا تتجاوز سبعين جرام. بنقول مسلا اه وده على حسب يعني اه يعني بقى يعني نقدر نقول يعني بعض المواقع الطبية المتخصصة يعني كان بتقول هذا الكلام لكن انا شايف حتى في السمك ممكن لو زودنا منه ما فيش اي مشاكل خالص ممكن يزود منه ما فيش مشكلة خالص الا ازا كان الشخص عنده اه مشاكل مرتبطة بمسلا اه اه يعني يعني مشاكل مرتبطة بزيادة عناصر بتكون موجودة في هذه الاغذية مسلا زي اللحوم والاسماك يعني مسلا ما يكونش حد عنده نقرس وبياكل كميات اللحوم كبيرة او هكذا. اه بعد كده بنتكلم عن المواد اللي بتحتوي على الدهون الدهون مفيدة جدا للجسم لكن ينصح بعدم تجاوز اكتر من تمانين جرام من الدهون يوميا اه اه وما بنقول وبنقول الدهون دي يعني ايه بنتكلم عن الدهون النباتية ودهون الصوية دهون النباتية ودهون الصوية دهون النباتية ودهون الصوية كيف الدهون الصوية؟ زيت الصوية يعني زيتون? الصوية الصوية احفظيها وبعدين ببحثي عنها. اي حاجة اقول لك ما تعرف فيها شو ببحثي عنها. اه. تمام لان ممكن ممكن شوفيها ممكن هتشوفيها ما تشوفيها مسلا على اي اكتبي مسلا اه سيد احمد و بدي اسألك سؤال تاني. اه. اه. شو التغذية اللي تعطي قوة للقلب تبعنا. تمام. هجاوبك بس انت. لانه عندي اي 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 انا. بنقوله الدكتور يعني. اه اه. تمام. انا فكرت انا فكرت انتو عندوكم في المغرب فكتها عزوري. لا بنقول يا دكتور ما بنقول سيد. اه اه تمام. تمام. انت دلوقتي بتقول عايزة اه التغذية الصحية لمرضى القلب. اه لمرضى القلب. اه 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 شخص صغير ولا بيه? يعني اه قد عمري. تمام. بصي بالنسبة. بالنسبة. باشي. اه. هاديك على هقولك على شوية اغذية مفيدة جدا لو احنا مسلا وليكن بنتكلم عن صحة القلب. بنقول اه اللوز. اللوز يعتبر من ضمن الحاجات الفعالة جدا اللي تحتوي على الدهون الوحادية عديمة التشبه. اللي بتخش تنظف لنا المواسير بتاعتنا. احنا كلنا جوانا اوعية كده وشري. هذي الاوعية الاوعية دي تممكن بسبب الدهون ازاي ده? بسبب الدهون ازاي ده اللي موجودة في الاوعية? احنا عندنا لوعاءة اه. اه مثلا وليكن اه بيبقى في دهون مغطي الدنيا هنا فبيمنع مرور الدم. بيمنع مرور الدم للاعضاء. فانا كتيجي اه اه او مرور الدم للقلب او اه او مرور الدم من القلب للاعضاء بتاعتنا. فيحصل عندنا مشاكل صحية. فاحنا عايزين ننظف هذي دهون الضارة من خلال ايه? ان احنا ندخل دهون نفعة تسيع هذي دهون الضارة علشان تسلك لنا الاوعية بتاعتنا والشرايين بتاعتنا. هنسلك الاوعية بتاعتنا ازاي? من خلال تناول اللوز. اللوز اه يعني زاد ان هو يعني نقدر نقول يعني لو احنا ضفنا مسلا للخضار بتاعنا اللوز مسلا ممكن لو حطنا على الخضار او الاسماك او الدجاج وحتى الحلويات او يعني مسلا لو قلنا اخدنا كده حفنة من اللوز اه يعني غير انها بتحتوي على بيتامين اي اه والالياف الجزائية والدهون الجيدة اللي احنا قلنا عليها اللي هتسيح لنا الدهون الضارة اللي موجودة عندنا اه اه علشان صحة القلب. فنقدر نقول اللوز بيساعد على خفض اللودينستلايبو بروتين اه ايه هو اللودينستلايبو بروتين اللي هي الدهون منخفضة الكسافة اللي هي زي ما قلناها اللي بتبقى موجودة في الشرايين بتاعتنا. فاحنا قلنا هنحل هذه الدهون بتاعتنا هنحل مشكلة الدهون دي ازاي? من خلال ان احنا نتناول اللوز ونحطه على الاكل بتاعنا. اه تاني حاجة برضو ممكن نتكلم اه في حاجة تانية ممكن نقولي البطاطا الحلوة. البطاطا الحلوة. اهلا بيك يا تارا. البطاطا الحلوة دي نترنول عليها بديل صحي للبطاطا البيضة. لمرضى السكري والني درنول اللي كوبيد اللي موجود في البطاطا الحلوة. الالياف الغذائية وفيتامين اي والموجود في البطاطا الحلوة بتساهم في تعزيز صحة القلب. البطاطا الحلوة. فالبطاطا الحلوة برضو ممكن ندخلها ضمن النظام الغذائي بتاعنا. بس ما نزودش منها يعني. بس ممكن مسلا كل فترة او تاني ندخل البطاطا الحلوة مع الاكل بتاعنا. طبعا بالمبنيج نتكلم عن الكوليسترول بنتكلم عن البرتقان. البرتقان بيحتوي على الياف غذائية اللي بتكافح الكوليسترول الدار اللي موجود جوه الجسم. فاحنا دلوقتي علشان صحة القلب ببنقول البرتقان بيتامين سي يكون موجود معنا اه يوميا من ضمن النظام الغذائي. برتقانة متوسطة بتدينا اتنين وستين سعرة حلارية وتلات جرامات من الالياف الغذائية المفيدة جدا علشان صحة القلب وان القلب يعمل بفاعلي. فاحنا بنقول بيتامين سي هناخده من خلال برتقانة متوسطة الحجم يوميا. الجزر برضو فيه بقى. تمام? حابة تقولي حاجة? اه لا لا. اه اه تالت ممكن مسلا ولياكن نقول الجزر في دراسة قالت ان اه ان الجزر بيساعد على الحفاظ على مستوات السكر في الدم وتقليل خطر الاصابة بمرض السكري بالاضافة ان هو بيخفض نسبة الكوليسترول. احنا عدنا كوليسترول دار جوه الجسم فحايزين نحل من مشكلة الكوليسترول الدار ان احنا نحط من ضمن النظام الغذائي بتاعنا الجزر. ممكن برضو نقول ايه تاني? اه التونة. عارفة التونة طبعا. التونة. التونة برضو بتحتوي على الدهون. التونة. اه من التوابل. لا التونة دي التونة دي مش التوابل. التونة دي. ايسا انا اوريك اوريها لك. خليك معي انا اكملي وبعدين اوريها لي. اكملي ازبور. اوكي. اه. اه. اه اللي بتنبعب. لحظة لحظة مش سامع. انا مش سامع. ازبوري دي اواق. اهو. شايفة دي? اه. 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 تون بالر. في التركيا هنا بيسموها تون بالر. تمام? تمام. يبقى انا كده اتفقنا ان احنا التونة ممكن ندخلها علشان نتخلص من الكوليسترولي الضار. يبقى محتاجين التونة. ممكن برضو النباتات العطرية التازجة. النباتات العطرية التازجة. التوابل. التوابل. والنباتات الطبية. اه. ممكن نحطها محل الملح. نحطها مكان الملح. ممكن مسلا نقول لكم ان نقول الدهون والكوليسترول في اه. يعني. يعني علشان ما نزودش نسبة الملح لان زيادة الملح عندنا تحبس لنا المية في الجسم وتزود لنا من مشاكل ومضاعفات مرض القلب. فاحنا بنقول مسلا ايه ايه هي النباتات يا دكتور احمد اللي انت بتنصح بها في حاجة اسمها المريمية. الزعتر. البردقوش. المريمية الزعتر البردقوش. اكليل الجبل. دي تعتبر من افضل الحاجات اللي بتحتوي على مضادات اكسادة. المهمة عشان القلب والاوعية الدموية تشتغل كويس. اه. الزعتر مع الحليب يعني. اه. الزعتر بنعمل مع الحليب. انتو عندوكو عندوكو بتهملو ازاي. اه بنعملوه هيك يعني بنعملو بالمية ونخليه يغلي بفوق نار. ولا بنعمل اه الحليب يعني يطيب اه يغلي وفي اه في سمينشو بنعمل فيه زعتر وبنصفي اه بنصفي اه زعت يعني اه قشور الزعتر. اه اه. وبنعمل الحليب فيه نسمة زعتر. يعني هيك بنعملها. يعني اه. صح كده? اه. والله الزعتر مع الحليب ليه فواية صحية خلف يعني. الزعتر مع الحليب ليه فواية صحية. يعني مسلا نقدر نقول ان هو ده افضل منظف اه ومطهر للفم. اه الزعتر مع الحليب. لو استخدمنا بمية الوارد كمضمضة ممتاز جدا. مية الوارد مع الزعتر مع الحليب مسلا يستخدمه كمضمضة. اه. ينظف لنا ويطهر لنا الفم بتاعتنا. اه الزعتر مع الحليب برضو بيحسن من الحالة المزاجية بتاعتنا. برضو محسن بيحسن برضو من المناعة بتاعتنا. اه يقلل من فرص حب الشباب. اه سرطان القولون والمستقيم ليه دور يقلل من فرص حدوث حياة. يعني الناس اللي ممكن كان ممكن يجي له مسلا سرطان في القولون او المستقيم. نقدر نقول ان الزعتر مع الحليب ممكن يقلل من فرص حدوث سرطان القولون مع المستقيم. اه. برضو بيساعد في برضو بيساعد في تقليل ضغط الدم. زائد ان هو برضو مضاد للبكتيريا والفطريات. فالزعتر مع الحليب ليه فوائد يعني لكن اه يعني اه وحتى افضل حاجة ممكن مسلا تلاقي بيستخدموها عندكم للاطفال اكتر الزعتر مع الحليب. اه. صح كده? لان لان كل الفوائد دية الطفل ممكن يستفيد بيها يعني. فزي ما احنا قلنا كده ما قلت لك برضو احنا الزعتر لكن فكرة بقى هل في دراسة بتاكن مسلا هو لو هو بيخفض من ضغط الدم بتاعنا يعني بيقلل يعني لو احنا مسلا الدم بتاعنا ضغط الدم بتاعنا مرتفع. اه فاحنا بنقول ان هو يقلم من ضغط الدم فهيفيدنا برضو بالنسبة للناس اللي عندها ضغط دم مرتفع. اه. اه شكرا دكتور كتير على نصايحك ونحنا راح نستفد منها كتير. وشكرا الله يوفقك و انا راح اعملك فلو اذا احتجت لأي حاجة راح راح اسألك. الله يخليك انا معاك تحت امرك في اي وقت طول ما انا موجود ما فيش مشكلة تحت امرك يعني. شكرا يا دكتور. حدفنا اسعاد الناس وتغيير حياتهم وممكن نديو معلومة تغير حياتهم. فاسمى شيء في الوجود ان انت تكون سبب في تغيير حياة الانسان الافضل يعني. بتصوفيقي دكتور وشكرا لك. الله يخليك. يومك سعيد. حياتي كلها سعادة. والله اذا بتقليل كيف ان حبتكم فضلت. حاضر. يا سلم اماش بواحدة بنهار. وعم نروح بالعرض. لك يا راح نروح بالطول بالعرض. تمام. بصي اه عايز اقول بس نقطة مهمة جدا الناس ما تاخدش بالها منها اوي. تعرف ايه هي بقى النقطة اللي انا عايز اكلمك بها. ان الناس مفكرة ان السمنة اه الناس مفكرة ان السمنة او زيادة الوزن. هي اه تراكم اه زيادة الوزن. لكن ده مش صحيح. ممكن السمنة هي تراكم الدهون في الجسم بتاعنا. فاي تراكم لغير الدهون في الجسم بتاعنا ما نقدرش نقول عليها زيادة وزنها وسمنة. فهمتي? فممكن الزيادة تقولها يا دكتور ده انا ما بقولش. ممكن لو انت عملت مسلا انبضي. هتلاقي ممكن ما تلاقيش النسبة عندنا ممكن ما تلاقيش مسلا دهون ممكن تلاقيها حاجات ثانية. يعني آي الحاجات التانية مسلا. ممكن تلاقي عندك زيادة كتلة عضمية. او زيادة كتلة عضلية او آآ زيادة مية جوا الجسم. فازا كانت زيادة مية جوا الجسم يابد ان احنا نعرف ما هي سبب احتباس المياه جوة الجسم. عندنا ومسبب لنا زيادة في الوزن علشان نحل المشكلة بتاعتنا. فانا دلوقات مسلا اللي اكون انت دلوقتي بتقول لي بدي انحف. ما فيش حاجة اسمها بدي انحف. في حاجة اسمها. انا ازاي اعرف ما هي طبيعة جسمي بالداخل. واعرف بالزبط سبب المشكلة اللي موجودة عندي. هل مسلا اللي اكون انا عندي مشاكل عجوية معينة او امراض صحية معينة امراض معينة هي السبب في السمنة اللي موجودة عندي? هل عندي مسلا التراك في الجدة الدراقية? هل عندي مرض السكري? هل عندي اه مسلا اه اه نقص فيتامين دال? هل عندي نقص فيتامين بي اتناشر? هل عندي نقص بعض العناصر الاساسية في الجسم هي السبب في السمنة اللي عندي? يبقى لابد في البداية ان اعرف ما هو سبب السمنة اللي موجودة عندي? وبعد ما اعرف السبب ابدأ احلي السبب اي بعد كده امشي على نظام جزائي ونمط حياة صحي وشوية رياضة خفيفة هنخس بسهولة بس في الاصل ان انا اعرف ما هو سبب السمنة اللي موجود عندي علشان اسططيع حل المشكلة بشكل سهل والعقل يقول ذلك يعني. فهمت حاجة? كلامي سهل ولا صح? يعني لازم اول شي انا لوح اعمل التحاليل? لا بصي تروحي 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 لدكتور تغزية ويفضل يكون طبيب علشان يقدر ان هو يعرف ما هو سبب المشكلة اللي موجودة عندك بالزبط اصلا انت مسلا ممكن تجي اول ما تجيلي العيادة باخد منك بيانات كاملة بخليك تملي بعض البيانات برا وما بتخشيلي بس قالك نفس الاسئلة اللي انت اصلا مليتيها برا. ليه بقى? يعني ايه مسلا يعني اه زي ايه مسلا? اتلاقي مسلا في الورقة دي بي موجود الاسم? الوزن? السن? الطول? الحالة الصحية? هل عندنا اي امراض مسلا عضوية معينة? هل عندنا مشاكل صحية معينة? هل جربنا ان احنا نخس قبل كده? طب ايه? هل نجحنا? طب هل فشلنا? يعني سبب سبب نجاح المشكلة? آآ سبب فشل مسلا محاولات بتاعتنا? وبعد ما بعد كل هذه الاشياء آآ بعرف ما بتخشيلي برضو بسألك حاجات تانية في نمط الحياة بتصحي الساعة كام? بتنامي الساعة كام? آآ معاد الفطار معاد الغداء معاد العشاء نوعية الاكل نعم ست الصباح في الساعة اثمانية. آآ آآ يعني بتنامي الساعة كام? بتصحي الساعة كام? معاد الفطار معاد الغداء معاد العشاء? نوعية الاكل في الفطار نوعية الاكل في الغداء نوعية الاكل في العشاء. هل بحب الحلويات? هل بحب المشروبات الغازية? آآ اعرف تفاصيل كاملة وبعد كده نحدد بالزبط ما هو سبب المشكلة اللي موجودة عندنا. وتحديد الشيء الانسب اللي بيتلاقم مع طبيعة جسمك. حلو. خد بقى بألماني قعد دور على داكتور. عم قول بألماني ونقعد ندور على داكتور. دور بقى. ممكن تتابع. طرال الشيء هون شو التكي تكرار. اضغطي على الله اخدر بس انا. لك ابني اول شغلي انا عندي ناس كتير تغذية. انا ام لسبع ولاد. ام لسبع ولاد. ام هم. اه زعف الحياة صعبة شوي. من فضل الله ورحمة الله علينا. ام هم. اه معنا هنا شوي بالحياة بس عندي ترقق العظام. دبح مدبح. ام. وميت الزرق. اه. وميت الزرق. طيب امسيك لك نقطة نقطة. عم بتاع علش هلا. انا هقول لك علاج هشاشة العظام طبيعيا. تمام? دي بس خليجي معا دي واحدة. تفضل انا. سمعاني? اتكلم. اه? اه. اه. ماشي. بصي. انا دلوقتي هتكلم معاكي عن علاج. هتكلم معاكي عن علاج هشاشة العظام طبيعيا بالاغذية. احنا بنقول علشان نعالج هشاشة العظام لازم نوفر للجسم بتاعنا الكالسيوم. علشان نقاول العظم العظم بتاعنا. مع الكالسيوم محتاجين حاجة اه تخلينا نمتص الكالسيوم كويس علشان تترسب في العظم. يعني محتاجين حاجة ترسب الكالسيوم في العظم. ايه الحاجة دي? فيتامين دال. علشان يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم. واكتر الاغذية احتواءا على هذه العناصر الغذائية. عدي ورايا بقى واحدة واحدة كده عشان الكلام ده في غاية الاهمية. انت ربي انا ربنا بعتني ليكي لعل اكون بنقص حياتك. حد انك ماشي على الادوية طول حياتك لو ما التزمتش بالكلام اللي انا بقوله لك ده. كلام اللي انا اقوله ده في غاية البساطة وفي غاية الاهمية. وناس كتيرة جدا تعالجت فقط بدأت تركز على الكلام اللي انا بقوله ده. وناس كتيرة جدا تعافت من مشاكل خطيرة جدا كنتيجة فقط للالكزام اللي انا بقولك عليه ده. فانا بتكلم احنا محتاجين اغذية بتحتوي على الكالسيوم وبتحتوي على فيتامين ده. هناخدهم من اينا دكتور احمد. افضل مصدر للكالسيوم وبيتامين ده اللبن. اللبن غني جدا بالكالسيوم وبيتامين ده. زائل برضو الزبادي. اللبن والزبادي. دول لازم يوميا يكون عندنا موجودين في البيت عندنا. وما بنقول لبن ما بنقولش اللبن 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 الكالسيوم في العضل محتاجين فيتامين ده اللي موجود على الوش بتاع الحليب بتاعنا. فاول نقطة بنقول اللبن اللبن الحليب بنقول علاج هجازة العظام علاج هجازة العظام بنبدأ بشرب الحليب لان ميتين خمسة وعشرين جرام من الحليب خالد دسم قادر ان هو يزود الجسم بتلاتين في المية من احتياجاته اليومية للكالسيوم. تخيالي فاحنا بنتكلم فاحنا بنتكلم ان متين خمسة وعشرين جرام متين خمسة وعشرين جرام من الحليب خالد دسم قادر ان هو يزود الجسم بتلاتين في المية من احتياجاته اليومية من يبديد كده ايه? الحليب. بعد كده بنتكلم عن البيض. اه. بعد كده بنتكلم عن البيض. البيض بيحتوي على فيتامين دال اللي بيساعد على ترسيب الكالسام في العظم. البيض بيغطي ستة في المية من الاهتياجات اليومية من فيتامين دال. بعد كده بنخش على الخضروات الورقية الدكنة. خضروات الورقية الدكنة دي من ضمن افضل الحاجات اللي بتحتوي على الكالسام المهم جدا لصحة العظم بتاعنا. موجود في مجموعة من الخضروات. افضل الخضروات اللي احنا ممكن ناخد منها الكالسام نقول الملفوف الصيني ده رقم واحد. الكورومب الاخضر. البروكلي حاجات سحرية ربنا اده لنا كده من خلال الاكل بتاعنا نستطيع علاج بشكل نهائي من 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 هشاشة العظام يا جماعة والله. بل ما تكلم عن حاجات انت هتاخد مسلا وليا كون الادوية. اه اه. بتكملي معي. انا. ربنا انا. ماشي. يعني في الحاجات المئويات يعني. اسألي اسألي اي سؤال تصدي. اي سؤال عنديك عايزة تسالي مكوك سؤالي وانا هقولك هتعملين. يعني دلوقتي الواحد ايه? العصب كده بتاع رجلين من ورا ده. البطني بتاحت رجلين. بعد سواها بتابعها واقفة عليا. مش بقدرها مشي عليها. يعني دلوقتي عندنا عندنا اه عرق الناسة? لا انا قبل كده لما كشفت قال الاوطار الاوطرة. اه لا لا يعني الاوطار بتاعتنا فيها يعني التهاب الاوطار. اه. يعني التهاب الاوطار. ضعيفة اه. اه تمام. انا هقولك يعني هو فيه بصي. اه. اطعمة بتحارب الجسم من من الالتهاب يعني. ايوة اقول علي. اه هو بص فيه حاجات كده في البداية انا ممكن مسلا ولكن هقولك على مجموعة عشاب في البداية كويسة جدا ممكن يعني نقدر نقول يعني بتساهم في علاج التهاب الاوطار بتساهم في علاج التهاب الاوطار ودية الحاجات اللي انا هقولك عليها ديت مسبتة طبيا يعني. يعني ايه مسبتة طبية. يعني اكنك روحتي الصيدلية بالزبط هتلاقي كل حاجة من الحاجات اللي انا بقولك عليها ديت هتلاقي ايها مثلان وليكن آآ يعني آآ حاجة في الصيدلية. اول حاجة بنقول عشبة يعني افضل الاعشاب اللي بتساعم في علاج التهاب الاوطار افضل الاعشاب اللي بتساهم في علاج التهاب الاوطار عشبة الجنسنج عشبة تقدر تحفاظ الكلام ده ولا لا? ايو ايو. ايو تقدر تكتبه هذا الكلام عشان ترمي وتجيبيه واستخدميه او تجيبيه من الصيدلية. طيب بس قول على الاول. تمام. اول حاجة عجبة الجيمسنج تعتبر من ضمن افضل الحاجات اللي بتساعد في علاج تهاب الاوتار. تاني حاجة حاجة اسمها الاشواجن ده. الاشواجن ده برضو من ضمن افضل الحاجات اللي بتساعد برضو في علاج التهاب الاوتار. نبات اسمه نبات العطاص. نبات العطاص او بيسموه الارنكا بالانجليزي برضو يعتبر من ضمن الحاجات اللي بتساهم في علاج التهاب الاوتار. في حاجة اسمها الكوركم. الكوركم موجود في كل بيت. الكوركم يعتبر برضو من ضمن الحاجات اللي بتساعد في علاج التهاب الاوتار. بس بنقولك لو انت مسلا عندك مشكلة في التهاب الاوتار يفضل تجيبيه من الصيدلية باسم كوركمين من الصيدلية ككابسولات وتستخدميه ككابسولات من الصيدلية. اللي هو ايه? الكوركمين موجود في السيدلية باسم كوركومين لتاخديرك مسلا وليكن يعني راجع الطبيب بتاعك يحدد لك بالزبط انت تاخد كم واحدة في اليوم او كده. لكن الكوركومين يعتبر من ضمن من ضمن الحاجات اللي اللي بتساهم في علاج الاتهاب الاوطار. دي كده اشهر الحاجات. يبقى قولنا عشبة الجينسنج. قولنا الاشواجان ده. قولنا نبات اسمه نبات العطاس. قولنا الكوركوم. اه. قولنا الكوركوم. دمت افضل الحاجات على الاطلاق اللي بتساهم في علاج الاتهاب الاوطار. وناس كتيرة جدا كنا مسلا يقولنا وعندهم الاتهاب اوطار. ونكتب لهم في الرشدة الجينسنج. مع الجينسنج نكتب لهم الكوركومين. فقط الاتنين دولي مع بعض. الاتهاب بيروح حالتهم بتبقى كويسة. بتصيب تبقى جرعة. بتختلف من شخص آآ لتاني على حسب حدة المرض ومعطيات جسمه يعني. ايوة. طب ويرجع طيب ما احنا بنقول ممكن بنكون. مش سامع. طول الجسم. بتقول ايه? طول الجسم يعني الواحد مليان يعني. طبعا. طول الجسم على رجلية. اه بصي اهو انا طبيب تغزية يعني طبيب تغزية اشهر حاجتين بنابلهم في الهيادة السمنة والنهاج. تلقائيا لابد ان احنا برضو انا بقول لك الحاجات ديت بنكتبها مع بروتوكول علاجي. يعالج احنا دلوقتي ما احنا عندنا حملة على العظم بتاعنا وحملة على اوتار بتاعتنا وحملة على العظم بتاعنا وحملة على اعضاء الجسم الداخلية بتاعتنا. فالقلب بتاعنا بتاعتنا بيتأثر والكبد بتاعتنا بيتأثر والاوتار بتاعتنا تتأثر والعضلات بتاعتنا بتتأثر وجسمينا كله بيتأثر. الجسم بتاعنا كتلة واحدة وحاجة واحدة كلها مع بعضها مش حاجة او حاجة لا. فاحنا تلقائيا لو احنا عندنا زيادة في الوزن لابد ان احنا نتخلص من الوزن الزايد اللي موجود عندنا ومع التخلص من الوزن الزايد ناخد الاعشاب اللي انا قلت لك عليها اللي بتساهم في علاج التهاب الاوتار طيب اه اللي ينزل بقى اه اللي بنزل الجسم ده عادي اعيد عادي عادي احيان اللي ينزل الجسم ده شوية والله اللي بينزل الجسم ايه ايه انا بقولك اه 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 يعني طبعا ضروري ان انت تروح الروح للدكتور لكن انا هديك شوية نصايح وحاجات تساعدك ان انت تنزلي في الوزن لكن ضروري انت تروح للدكتور واتتابع معاك لكن انا هقولك على حاجات لو عملتها هتنزلي في الوزن اه بس بعد اه بعد ما نستبعد المشاكل المرضية اللي ممكن تكون موجودة عندنا يعني انا مسلا ممكن يكون عندي مرض المرض ده هو مسبب للسمنة اللي عندي فلابد ان انا اه اعالج المرض المسبب للسمنة اللي عندي يعني مسلا لو انا عندي مشاكل في القدرة الدراقية حتى لو انا مشيت على نظام جزائي ونمط حياة صحي ولاقبت شوية رياضة تلقائيا اه برضو مش هنزل في الوزن لان انا عندي مشكلة صحية هي اللي مساببها ليزيادة في الوزن مش يعني يعني فلابد ان احنا الاول نستبعد المشكلة الصحية انا عملت الفحوصات وعملت التحاليل ما طلقش عند اي مشاكل صحية والدكتور قال لي انت صحيا بخير فقط بس انت بسبب الاكل التتير والاعدل بشكل مستمر ونمط الحياة الغلط هم سبب السمنة اللي عندك فساعتها بقى اقولك عن نصائح دية اللي هتجيب معاك نتائج فورية على طول بشكل نتائج رائعة ايه هي بقى ايه هي الحاجات دي اول حاجة بنقول يا جماعة لو احنا عزين نخس ممنوع اه شرب الماء اثناء الوجبة او بعد الوجبة مباشرة ممنوع شرب الماء اه قبل اه قبل اه اه اثناء الوجبة او بعد الوجبة مباشرة شرب الماء يكون قبل الوجبة بنصف ساعة او بعد الوجبة باربعين دقيقة لأيه علشان ما نخففش ما الاكل لما يتحشر في وزورك طيب وتقدرش تجلع اه ما هو ليه المشكلة ايه ما هدي ترجع لنا بقى في النقطة الاولينية الاكل البطيء والمضغ البطيء ما فيش المشكلة ان الدنيا بتجري واحنا بنجري معاها واحنا بنأكل بنجري بنزلط وما بنمضغش ما هلازم توقف واحد بيزلط او ما بيمضغش كويس ما هو ده انا المشكلة عندي ان انا باكل بسرعة وما بيمضغش كويس فكنتيجة لليلة المضغ طيب هتوقف في زوري طيب وليه اكل بسرعة ربنا اه المفروض اللي هو ما تخش جوه بقنا تتمضغ من يعني عشرين مرة عشرين مرة يعني يوبا المضغ بتاعنا تخش جوه الجسم عشرين اه اه يعني تاخد وقتها يعني الناس ما تعرفش ان عملية الهضم بتبدأ اسمعي النوطة دي مهمة عملية الهضم بتبدأ من الفم عملية الهضم بتبدأ من الفم في انزيم كده ربنا خلقه لنا في الفم اما بنأكل بنمضغ كويس الانزيم ده بيفرز بكميات كويسة فالانزيم نما بينزل مع الاكل بتاعنا بيسهل من عملية الهضم فما يحصلناش اضطرابات هضمية ما يحصلناش تقلصات ومغس ما يحصلناش حمودة معدة ما يحصلناش اه 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 ارتجاع مريء ما يحصلناش اه 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 كل المشاكل الصحية المرتبطة بنمط الحياة الغلط فاحنا دلوقتي الاكل البطيء والمضغ الاطيق برضو بيسالم في التخسيس ازاي دكتور رحمة دي اللي جاب الاكل البطيء والمضغ البطيء للتخسيس ما انا بقولك اهو الاكل البطيء والمضغ البطيء بيبعت رسائل كده للدمار اللي حاجة اسمها الهايبو سالمس احنا بنأكل ببطء ونمضغ ببطء بيبعت رسائل الهايبو سالمس يقول له خلاص كفاية كده علي فتلاقيك بتشباعي وتقوم بسرعة. اه فتلقيا لو احنا بنأكل ببطء ونمضغ ببطء هتبقى دفع قوية جدا ان احنا مش هنأكل كتير عشان كده تلاقي نفسك وانت في نهاية الاكل بتاكل براح لان انت بدأت تشباعي. اه. صح? صح. فانت ابدأي براح. ابدأي براح حتى عشان نخلي نحفز الهايبو سالمس اللي موجود في الدماغ ان هو يشتغل ويخلينا نحس بشبع بسرعة فما انا اكلش كتير فاقلف السعرات الحرارية فانخس. ده جده اول نقطة الكلام ده اه الناس بتدفع انا كشفي هنا متين وسبعين ليرة الناس بتدفع متين وسبعين ليرة عشان تخش ده شوية نصايح لزي ما لانا بده لك. فما فالكلام اللي انا بقول لك ده تحطيه حلقة في ودانك وتنفزيه. عشان لو مش نفزي مش هسامحك. مش هسامحك لو مش نفزتيش. اه اه ان شاء الله يبقى اول حاجة يبقى اول حاجة ممنوع الاكل السريع والمضغ الاكل البطيء والمضغ البطيء. دي رقم واحد. النقطة التانية النقطة التانية اللي هي في غاية الههمية برضو بنقول اه 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 شرب المية. اه شرب المية بيكون قبل الوجبة بنص ساعة او بعد الوجبة باربعين دقيقة. دي النقطة التانية. محتاجين كم كباية مية في اليوم? اه اسمي الوزن بتاعك على ثمانية. انت وزنك كم? وزنك كم? معلكم السلام ازايك يا دكتور. الحمد لله والله تعاملتي اخبارك ساعتك عامل ايه? الحمد لله ربنا نخليك والله مش عارف يا دكتور. حضرتك الدكتور في ايه بقى بالظهر? في التخزين. بيجان? حلو اول بي كده. انا عندي عالية. بتقول ايه? عنديك ايه? ايه? انا ايه الصوت بيقطع. خليك دي معي واحدة كده تصد يقطع معي دي واحدة. على مهلك على مهلك فوق. رحزة رحزة واحدة مع ديزنك انا مش سمك دلاتي ما احطتش البتاع دي ايه واحدة من فضل. ايه? او كميش? اه حديت قلتي ايه بقى مع ديزنك? عندي اناميا. اه عندك اناميا ايه تاني? ايه نقص كالسوم. ام. تمام. تقريبا نقص كالسوم. ام هم. تمام. طب خليني خليني اديكي اديكي العلاج. ايه هم شا ايه مسكي انت ادرس تبقي. مسكي? مسكي. مسكي. دي تولي? بقول لك الدولي ملغبطة شويتين ثلاثة. ام في ايه بالزبط ملغبطة? حددلي حاجة. بسبب المعدة. اه. المعدة. ايه? عندنا ايه في المعدة? كان فيه جرسومة وتعليجت منها ورجعت تاني وتعليجت منها ورجعت تاني وتعليجت منها ودنيا خاربان اشوف المعدة. على طول فيه المغاس على طول. ام. ام. ايه تبوس انا ان شاء الله هديكي الحاجة النهائية في هذا الامر. لان طبعا انت هتاخد ادوية بتاخد مضاداتك وتبتاخد مضادات حيوية وكزا نوع مش نوع واحد علشان تتخلص منها وتتخلص منها وترجع تاني. انا النهاردة هقول لك على الاطعيمة. لا ما هو اه ما هو انا دكتور مع افع كلامك يعني انا بطلت اخد برشام خالص لان انا معديت اصلا ملتهمة بسبب البرشام لان انا باخد برشام بكميات رهيبة. اه. تمام. طب انا هقول لك على حاجة. انا هقول لك على العلاج من الاكل بتاعنا. هقول لك افضل حاجات انا انا بوصفها للناس اللي عندي. وتحسنت بشكل كبير جدا. اه وتخلصت من جرسومة المعدة فقط بهزي النصائح اللي انا هقول لك دي. تمام. الاطعيمة اللي انا هقول لك دي بتساعد في القضاء على جرسومة المعدة بتقتل البكتيريا. المساق و او اه يعني بتقتل البكتيريا اللي هي بتسبب لنا. يعني اللي هي سبب في المشكلة اللي موجودة عندنا. ايه بقى هذيال الاغذية دي? او الحاجة مسلا وليكن بتكلم فيها. البروكلي والملفوف. البروكلي والكرومب. الملفوف. البروكلي. اتبا. البروكلي والكرومب. والفجل برضو. البروكلي والكرومب والفجل والليفت. ونقدر نقول عليها دي تعتبر حاجات مواد فعالة جدا بتقضي على جرسومة المعدة بشكل نهائي. يبقى اول حاجة البروكلي. ايسمعني بس. الحاجات دي انا اجيبها من ايه? بتجيبها من عند الخضار اه الخضارجي. اطلع عند الراجل بتاع الخضار هتقول له انا عايز البروكلي والملفوف. هتسأله هيقول لك اهو اخد. اه. الملفوف عادي موجود هنا منه كتير انا بشوف في السوق. انما الحاجات دي انا بشوفهاش. اه شوف معلش. شوف مسلا السوبر ماركتات الكبيرة اسأل اسأل كزا واحد هتلاقي لها اماكن. تمام. يبقى اول حاجة البروكلي والملفوف ده اتفعنا عليه. تاني حاجة. تمام. اه يعني. اه نقول برضو البصل الاخضر والكرات والبصل الاحمر. البصل الاخضر والكرات والبصل الاحمر. الريحة القوية اللي بتطلع من الاغذية دي تنقدر نقول عليها ما بتتقطع كده نقدر يعني الريحة اللي بتطلع دي كنتيجة هي. فيها مادة قوية مضادة للبكتيريا. بتستخدم كمضاد حيوي طبيعي. وفي بعض الدراسات اتعاملت عليها بتقولي ان الاشخاص اللي بياكلوا البصل اه ليهم اه نسبة اقل من جرسومة المعدة. فالناس اللي بتدخل في النظام الجزائي. حطيت الحاجات ديت مثلا في طبقة الصلطة بتاعك. وبيبادئة تدخل الكرات في الصلطة بتاعك. والبصل الاحمر والبصل اللغضة. ايو ايو. حطيتهم يبقى انت كده بتضمن ان انت تقضي على جرسومة المعدة في وقت قياسي جدا. تالت حاجة يبقى احنا كده قولنا البصل الاحمر والبصل الاحمر والكرات والبروكلي والكرومبي والملفوف. خمس حاجات دولي اهم افضل حاجات بتساعد على القضاء على جرسومة المعدة. تالت حاجة الشاي الاخضر. الشاي الاخضر غاني مضاد للاجسادة الطبيعي. وبالتالي اه نقدر نقول ان احنا لو ضفنا للنظام الجزائي نستطيع ان احنا نقلل الالتهابات اللي بتنتج كنتيجة لجرسومة المعدة. وبرضو لها دور في القضاء على جرسومة المعدة. يعني عشان الالتهابات يبقى الشاي الاخضر. الالتهابات اللي بتنتج على جرسومة المعدة يبقى الشاي الاخضر من ضمن افضل الخيارات اللي احنا المفروض ناخدها. بعد كده الزنجبيل. الزنجبيل ده مضاد للجرسيم. وبيحمي مخاطي المعدة وبيعمل على تقليل الالتهاب. طب لو عملنا لو عملنا مثلا من الزنجبيل والعسل العسل الناح واللمون كل ده دافي مع بعضه. لا اقول لك انا الخلطة الصح. الزنجبيل مع عسل اسمه عسل المنوكة الزنجبيل مع عسل المنوكة مع فيتامين سي في الحمضيات اللي هو اللمون مثلا. يبقى الزنجبيل مع عسل المنوكة مع فيتامين سي يعتبر من ضمن افضل الحاجات اللي احنا مثلا كخلطة ممكن ندخلهم مع بعض. تفيدنا في هذا الامر. عليكم السلام. برضو. تمام. بعد كده بعد كده برضو بنتكلم. حاب تكمل? معي? معك الصدر. اه يبقى احنا كده قلنا الزنجبيل وعسل المنوكة وفيتامين سي. يبقى زنجبيل وعسل المنوكة وفيتامين سي كخلطة يعتبر من افضل الخلطات اللي تساعدنا على تقليل الالتهاب والقضاء على جرسومة المعدة وتحملنا المخاط بتاع مخاط المعدة نفسه. تمام? يبقى دي كده تلات حاجات. بعد كده انا نتكلم عن الاحماض الدهنية الاسماك. الاسماك عايزنا اه الاحماض الدهنية ديت نقدر نقول بطاقة الاحماض الدهنية جرسومة المعدة بشكل نهائي. لكن اه تناول كميات كبيرة من الدهون الصحية بيساعد كمان على تقليل الالتهاب ومحاربة سرطانات المعدة. شوف وصلت ليه محاربة سرطانات المعدة. فانا انا بكلمك. يعني انت اصدق اكل يعني اكل البحر بكميات كبيرة. الاسماك سمك الماكرل التونة. سمك الماكرل التونة. ها. سمك الماكرل التونة. المكسرات. نحاول يدخل الحاجات دي. بعد كده بنقول البروبايوتك. تجيب من اي سيدة لأمو علي اهلا بك يا امو علي. مش عارف امو علي ده عندك ولا عندي المهم اهلا بكل اللي ده. لا عندنا. وعليكم السلام والله باركاته. ماشي ربنا يبارك لك في امو علي يا عام. اه. ماشي. احنا كده اه. الله يساعدك يا امو علي. اسم جميل. وناس جميل. ربنا شوف تفعل ابتسامة بتاعتك الجميل يا امو علي. امو علي يا اسم جميل. واخويا اسم علي. يا سلام. لأ النهاردة يوم العلامي بالنسبة لأولاد. النهاردة يوم تاريخي. النهاردة يوم تاريخي. لان احنا جلنا. النهاردة امو علي. شكرا يا امو علي علي على وجودك معنا في البس. اه. تمام يا امو علي. مركزها معنا يا امو. اه. طبعا. طبعا طبعا اكيد جميل جدا. مدام دخلك يبقى اكيد جميل جدا طبعا. خليك خليك بس مركز. تم لا دكتور على رأس. الله يخليك الله يبارك فيك. يبقى احنا اكيد عارفنا ايه? الاحماض الدهنية في الاسماك. اخر حاجتين البرو بايوتيك. تمام. البرو بايوتيك. لمصدرين. البرو بايوتيك اما تجيبه مثلا وليكن. يا بتشرب سجار قدام اما لا تديك نصائح اما تشرب سجار قدامي. يا اخي طاق الله. لا ده انا برضو استاذ اقول لك انا باشرب سجار بكمية رهيبة ممكن اشرب اربع الاف في اليوم. هادي برضو مشكلة. لازم تبدأ تقلل منها. لو انت بدأت تدخل الاكلات اللي انا بقول لك عليها دي في الاكل بتاعك والنظام الغذائي بتاعك. اه يعني هتلاقي نفسك. هتلاقي نفسك بتبدأ تخفتك. هتلاقي نفسك. طب يا دكتور بايوتيك كنا اقول لك حاجة. اه ان انا اه في طهار وغدايا وعشايا كله من محلات من برة البيت. لان احنا بنطبخش في البيت هنا انت عارف حياة المختربين مفيش وقت للطبيق والكلام ده. فكلنا كنا جاهز من برة. والله فسدد وقت. دي حاجة دي حاجة دي حاجة دي حاجة اللي بتأثر على المالة جدا. انا هقول لك حاجة. القاعدة الاساسية بتاعتنا ايه? اذا اردت تحقيق شيء لم تحققه من قبل فعليك بتكوين شخصية لم تكوينها من قبل. اتجاوز عشان تاكل في البيت. هو قاعدة يسمع الكلام يا امو عالي. هو قاعدة يسمع الكلام يا امو عالي. انا هو بحزرك. يا امو عالي عايز اتجوزي ولا يا امو عالي? ها? انا عارف. السيتات اللي بيخش يستطيع الارسان دول. اه. 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 اي خدمة? ان ده خل لك ناس وعايز اتجوزك. ده انت الايه. اه. عايز ان تتجوز عشان انا لسه مش متجوز فكلو عايز يفرح بك. عايز يفرح بك. ماشي يا عم. ماشي يا امو علي. ماشي يا امو علي. يا صلاة الزين يا صلاة الزين. اسمع مني يا امو علي. يبقى انا كده تكلمنا عن الحاجات اللي احنا قلنا عليها. قلنا الفيتامين سي مع عسل المنوكة مع الزنجبيل لو عملناهم كخلطة يعتبر حاجة. اه. بس فيه هتة جنوطة كنت انا عايز اكلمك فيها ليه بتقولي اذا اردت تحقيق شيء لم تحققه من قبل فعليك بتكوين شخصية لم تكونها من قبل. اذا اردت بمعنى ايه بقى? اه فاهمك اوه. اذا اردت تحقيق شيء. انا مشكلة ان انا كل يوم بعمل نفس الحاجات وعايز اوصل لنتيجة مختلفة. انا كل يوم باكل هو سبب في جرسومة المعدة كنتيجة الاكل الملوس اللي انا باكله من الشارع وعايز اتخلص منها ما هترجع لك تان. لازم تغاية. لازم تطبخ في البيت. لازم تتجوز اه العروس اللي جبته لك هم علي. عشان انه بقى ضمنين مية في المية ان انت تاكل في البيت. لان انت طول ما انت قاعد عاسب مش هتعمل اكل. عشان كده المعالق ربنا بعتها لك النهاردة علشان تجوزك. انا مش هطلعك لباس ده اللي لو انتم تجوز. اه. اه. يا دكتور برضو انت برضو ناسي حاجة ان بقولك حياة المقتربين كده. يعني انا بنزل موقع الشغل من الساعة ستة الصبح لحد الساعة ستة المغرب. فبالتالي ان انا معي عربات. اه. بقى بتصل بي اقول له جاهز لي مسلا طلبية كازو طلبية كازو بيجيبها. ان انا ما بقدرش ارجع من موقع الشغل لحد البيت اطبخ. اه. اجل وارجع في ناس لها حصوص في هزي الحياة الدنيا. مثل كده. لا يا امو علي عشان يعطي بالعروسة طبعك فانا خلاص انا موافق من دلوقتي. يا عم انت تطول تتجوز حد من طرف امو علي يا اه. امو علي يا اه. ما انا بقوله انا اصدق. اه. اه. موافق من دلوقتي. اقول لنا موافقين. وبالله عليك وبشوفي لي واختها يا امو علي. لو عادينا برضو عايز يتجوز. تمام. عادر اتشو بيلي اتشو بيلي يا دكتور. تمام تمام العمر. شوفي الدكتور الدكتور لما يكون فحفوح ولا بيسموها ايه فرفوش? اه. اه المهم خلينا. فرفوش. اه الفرفوش. دكتور الفرفوش رزق. رزق. ربنا يا سيدكم ويحفظكم ويرفع قدركم في الدنيا والاخير اكله امين. الله يا سيدك. اه احنا كده قلنا الحاجات الاساسية اللي احنا ممكن ندخلها في النظام الجزائي بتاعنا. هتبقى دفعة قوية جدا ان احنا نقضي على الجرسومة المعدة بشكل نهائي. كده احنا عرفنا الاخذية. بس هناك برضو فيها طعمة ما سموح بيها المرضى جرسومة المادة. انا هقول لك اللي علي وانت حاول قدر امكان ان انت اه يعني تاخد بالاسباب. خد بالاسباب. اصلي انت لو مخدتش بالاسباب. لو مخدتش بالاسباب ومشيت على الحاجات اللي انا بقول لك عليها. هتدى انك ماشي على طول عندك جرسومة المعدة والترابات هضمية ومشاكل صحية. فليه? طيب ما نبدأ نحل. نمشي على الحاجات اللي انا بقول لك عليها. اول حاجة من الاقترامة المسموح بيها البروب بايوتيك. البروب بايوتيك زي الزبادي واللبن ومخلل الكرمب المصنوع منزليا. وراكز على المصنوع منزليا. علشان المعالي شافت لك العروسة وهي بتعرف تعمل برضو مخلل الكرمب. مخلل الكرمب اه مصنوع منزليا. انا قلت لك اي مصنوع منزليا. لان يعني اه. اه اهم حاجة نقطة مصنوع منزليا دي. المشروبات الخالية من الكافيين. المشروبات الخالية من الكافيين. اي حاجة خالية من الكافيين برضو ممكن ندخلها. اي اه المشروبات الخالية من الكافيين. يعني الشاي والقهوة والناس كافية والجل اللتي والمشروبات الغازية كل هذه الاشياء تعتبر من الممنوعات لمريض جرسومة المادة نحاول قدر امكان ان احنا نبعد عنها ولو نفسنا فيها ناخد منها كميات بسيطة. بعد كده بنقول للأطلاق. انا ببعملش غيرها. يعني انا ما بقولش الزبادي. ما بقولش القشطة. ما بقولش الجبنة. ما بشربش اللبن. ما بقولش البيض. ما بقولش لحوم. ما بقولش فراخ. انا من عشاء السمك طبعا. اي حاجة من البحر انا من عشاء اكل البحر جدا. الحاجات دي ما باكلهاش التانية دي. خلاص. يوب هتدي بقى. هناك خيار تاني. انا بشرب كمية كبيرة في الشغل. البيت بشرب نسكافي كتير جدا. بتاكل ايه احسان. ما بتقولك بتاكل ايه احسان. ما انت ما سبتيش حاجة اصلا. انت الحاجات المفيدة كل ما بتاكلهاش. والله العظيم انت الحل في الجوزين دلوقتي. ايه تبيلو العروسة وانا هدخلها بكمعاها. معاها. وربنا يوفقكم ما بينكم وبين بعض يا عم انا هخرج منها انا عارف انتوا عايزين تطيروني من البيكيه ده مش مشكلة. بتاكل ايه يا حسام? اللي سبتي سامت عليك والله عايزة اتجوزك ولا سبتي سامت عليك. لا ولا العظيم بيتاكل ايه يا حسام? بتقولك بنفس سلطها بدلوقتي بتقولك ايه? بتاكل ايه يا حسام? وما اللي انت بتاكل ايه يا حبيب. يا حبيب انت محتاج تتغزى يا حبيب. تمام. ما هيفعل الاشيات الدفاة انا بقولهاش. اسلام لي ام علي ربنا يخليك. يا سلام اجمل حاجة الافتسامة اللطيفة بتاعت ام علي و ربنا يوفى ان شاء الله و بتتجوز على خير. ان شاء الله. ان شاء الله. انا بخاف خش على بعض خش خش على بعض احنا قلنا ايه قلنا المشروبات الغازية والحاجات دي تلازم نقلل منها لو انت بتشربوا حاجات دي كتير جدا وتعمل حاجات دي كتير جدا لابن ما فيش امل لجرسومة الماء ان احنا نحل مشكلة جرسومة الماء الاسماك والدواجن والديكرومي لكن قليل الدسم ننزع الجلد من الفراخ بتاعتنا اللحم ما نجيبش مثلا يعني ناكل اطعمة قليلة الدسم زي السمك والدجاج والديكرومي السمك والدجاج ديك الرومي دي تعتبر من ضمن الحاجات الاطعمة الغنية بالالياف تعتبر من ضمن افضل الحاجات لمكافحة جرسومة الماء التفاح والشوفان والبروكلي والجزر والفاصولية التفاح والشوفان والبروكلي والجزر والفاصولية دي تعتبر لا التفاح والموز دي فيش اكتب لهم في التلاج انا دكتور. بايمة على طول ما وجدت التلاج. اه تمام ما مشكلة بابا انت اكيد عندك واحد في المية من الحاجات حاولت بات زبط الحاجات التانية. بس هناك. بفتر طفاح وموز بتغدى طفاح وموز بتعشى طفاح وموز. يا سلام. والله موفر يا امو علي. انا بقول لي بتيجوزها على طول. والله موفر طفاح وموز بس بيأكل طفاح وموز بس. الدكتور تغزي يا امو علي. اه والله العظيم كويت. انا مقول لكش في التسالي يعني انا في التسالي كان لب سودانين كان مسلا فشار اه معامل. بتسواحك امو علي تحت. مسلا بيبسي او حموديات او كولا. امو علي بتسواحك تحت بتقول انت تخين تخين اوي قدامك. تشاء انت شاف. لا ده والله تصدف لا دكتور ان انا ما ما ان انا ما بنزل مصر ببطخن كتير جدا باجي هنا البلد دي مش عارب باخستي ليه معني ما فرض العكس لا ما عشان الحالة النفسية البيئة العائلية الدفع حضن الام حضن الامligان تجدوه請 الغربة يا صديقي حضن العائلة اللي انت جدوه في الغربة يا صديقي Systems الباحاشي واللحوم في وسط الاهل والاحباب لي انت جدوه في الغربة يا صديقي Vas де بعكولش حاجة ولا باكل لحوم ما باكلش Reviews غربت استعمال للحوم متم محودي كنت بتاكله في البيت ماما كانت بتعمل لك ويتأكلك صباح صباح. والله ولا في البيت ولا في اي مكان. يا حاول الله يا رب. انت محروم بقى ولا ايه? بص انا لو كلت الحوم لو كلت الحوم باكلها في البيت بس بشرط. امي بتمسكها تتشيل منها لا ابيض لو فيها حتة بادة كده استحالة احطها في بقية. تمام خلاص. بص تخليها حمرة خالص اخد الاحمر منها كده. يا معالي. اكل حتة اتنين خلاص. يا معالي دوني دوني. اعراق ما بيكلش اي حاجة بيضة. فلازم برضو اللي تجيبها له ما يكونش بيأكل اي حاجة بيضة في البتاع الفراخ. واما كانت بتدلعك الفطر والعسل يا واما. او الفطر والعسل او. يا اه. ده معالي قاعدة مركزة معاك. ده لا هتجيب لك حد مناسب. انا مواسك من هذا الكلام. اي ام اي بتسجل عشان باما تشوف لي العروسة تقول لها الحاجات اللي انا بحبها وبيحبها. يا سلام يا سلام يا معالي يا سلام. النهاردة ام معالي يا سلام. يا سلام. النهاردة يوم عظيم يا معالي والله. يا سلام. احنا قلنا بلاش الدخان عشان البنت اللي هتجيبها لك ريحة الدخان ما بتحبها. ولا لازم تحكم بالدخم كمان. مش هتلاقي لكم معالي معلاش بنات بالدخم. رفل انت هتجيبها دي ان انا بشتب سجار بكمية كبيرة. بكمية كبيرة انا ادخل شقة. انا اعمل لها شقة دخان وسجار فتتعود. لا ما تتعود ما هي بتدخن زيك والوقت ما يطلع منها يطلع بالدخان بتاعه وكده. انا مش هينفع كده والله العظيم. انا 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 صراحة. اللي هتوبة كلها مدخنة. اللي هتوبة كلها مدخنة والله العظيم ده انت انت تقول ايه با كبار ايه ده ولا ايه مش عارف. ايه المهم? خلينا اكمل لك القصة بتاعتنا علشان برضو افيدك. المهم. اللي بص في ممنوعات برضو. لو احنا عندنا جرسومة المعدة لابد ان احنا ان هتخلص من هزي الممنوعات. الكربوهادريت جرسومة المعدة بتتغزى على الكربوهادريت بشكل خاص. الكربوهادريت مسلا اه نقدر نقول ان احنا مش عايزين نزود منها. لان اصلا جرسومة المعدة بتتغزى على الكربوهادريت والنشويات. الرز والمكارونة والبتاع. كل هديد. لا انا ما بقولش الرز بس ما نعشش ايه المكارون? ماشي ما انا بقول لك ايه ما انا بقول لك بقى جرسومة الماء ده بتتغزى على على الحاجات دي على الكربوهيدريت. فحنا بنقول عايزين نقلل منها. يعني انت لو انت بتاكل مسلا مكارونة بكميات كبيرة حاول تقلل المنع علشان انت كده بتغزي الجرسومة ان هي تعيش جواك. فانت النشويات والكربوهيدريت لازم تقلل المنع. لكن تاخد النشويات صحية اللي موجودة في الفكهة والخضروات. اه الفكهة والخضروات تحتوي على الكربوهيدريت. برضو نتخلص من كل الحلويات والمشروبات الغازية من النظام الجزائي بتاعنا ونزود من استهلاك البروتينات. لا 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 استنى يا دكتور بعد اذنك. بعد اذنك. بعد اذنك. ما تقول ليش سيبك من الحلويات. انت هاتلي حطوني في مصنع حلويات وسيبني وانا هعيش. اه. في مصنع حلويات كده وقل لي عيش وانا هعيش. اكسم بالله لو هفضل طول النهار اقول لك الحلويات مش هبطل اكتر. الحلويات. يا صلاة لا يا معلي لا ده كده ميزانية جميع. الحلويات الجميع انواعها. يا معالج كده ميزانية كبيرة انا كنت انفكر بياكل طفاح وموز بس. اكسم بالله. لا تلي prede طفاح وموز وحلويات حلويات قدام اربعة وعشرين ساعة هنا برضو الحلويات قدام اربعة وعشرين ساعة. اه. ستجأ حلويات. لا لأ يا معالج مسرف برضو. مسرف. مسرف. فلازم تتأكد برضو من الجانب المادة بتاعها هيدي يصرف على البيت ولا هيدي انه يأكل حلويات ويسيبها في جامعة. فبرضو النقطة دي مهمة. يا الله. يا لا ده مفيش امل. ده الى الحلويات. انت قل لي بص قل لي امنع اي حاجة الا الحلويات. يا دنيا. ايو الله. امنع اي حاجة يا دنيا ما هيبنيش منك ابدا اني حاجة. يا هلا يا دكتور المنورة. يا دكتور ربنا يبارك فيك يا دنيا. اجمل دنيا في الدنيا. اجمل دنيا في الحياة. بص بص بص. انا 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 بقعد لبكي ده هيعتزل الطب بسببك. ومعالي تشوف العروسة. وانا هتوجر على الله في الموضوع ده وورايا ده. انت ببيش حاجة بتاع باتعملها. انا حاولت. حاولت. هي تركيبة غريبة. انا استعملت. اي حاجات صحية انا بقولهاش. ما بقولهاش جد خالص. اه. وفي حاجات تانية ممكن تكون مدرة. بس انا يعني منعشاقها بجد. يا ام عالي هتجيب لي عروسة يا ولاد. الله اكبر. يا الله اكبر. ام عالي هتجيب لي عروسة. والله العظيم النهار ده يوم تاريخي. ايه يا ام عالي خطبة. خطبة الميكور. والله العظيم. والله انا بحسوس. والله انا بحسوس يا اللار ده يوم. انا اقول واحد اعمال يا عفير يجري هنا ويجري هنا وفي الاخر يا العروسة جيال. ولحد عنده اه. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. والله العظيم انا معزوز. حظ كبير قوي. ربنا يخليك يا دنيا ويا ام عالي. يا سلام يا معالي. يا. سبع سنين بحس متواصل من اجل ان اجد بنتي الحلال. وبنتي الحلال تجي لي جاري الحد عندي بدون اي بدون اي حسابات. شكرا لك يا حسام على دخول كلميكم معايا النهار ده عشان اتعرف على ام عالي. والله العظيم. بدنا نجوز لبنانية. ام عالي. لا يا دكتورة. الدنيا احنا ما. احنا عندنا العروسة المصرية بالدنيا كلها. يا سلام يا سلام. ده انا كمان بقيت مكان للفصال. الله اكبر. ده انا تلاقيه. ده انا تلاقيه. ده انا تلاقيه مهم يا ولاد. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. شو يسدها نفسي. انا الناس دلوقتي بتتخنق علي. انا مش بيصدق نفسي. اه الواحد كان محتاس بيقول الجواز ومش الجواز. دلوقتي بقى الناس كلها نفسها تشديني. يا ايش. تعالي شده وملكيش دعوة. تعالي شديني. ايه. 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 انا من كل مسام من مسامي. ياه. ياه. مش مصدق نفسي. والله يا جماعة. والله العظيم ما مصدق نفسي. والله ربنا ما بيد بيدك بيدك كتير قوي يا اخي. والله الحمد لله. ربنا جازك الخير يا اموال. شكرا خاطبي تلميكو. اه. مش هده نفسك نفسي والله العظيم. ام علي يا ابنتي. اه. ام علي حبيبتي ويا حسام حجزناه من زمان للدكتور ما بيجاوزي الليبنانية. اه. والله لبنانة انا بقى عشان. انت خلاص كده يا دكتور بقى خلاص مدام ما تتجوز لبنانية بقى انت هتعيش في هنا وسعادة. اذا الا الليبنانيات. اه. اه. هنا وسعادة وفرح وما اقول لك. اه. لما انت من شوية كنت. ده لع اوروبا يا سيدي. ده ده. اه لا الليبنانية. اه الليبنانية لها سمة. بص الليبنانية لها سمة خاصة مش موجودة يعني. ده لبنانية برضو. اه. هدى بعد بقى. الله يبارك بك ام علي. خطبة الميكو العظيمة. الله اكبر. الله اكبر عليكي. انت فين من زمان يا شيخة. مش تصاري كده من زمان. ولا يا ام علي. انا مش بيسدق نفسي يا ولاد. انها ارضة يمتريخ والله العظيم. قولي 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 يا ام علي قول. يا سلام. انا والله عريقتي. انا انا من كتر الفرحة العرق بينزل من كل مكان في جسمي بالرغم ان الجو بارد عندي. سبحانا الخلق البديه. افتح المروحة ولا اعمل ايه. الدنيا انا مش ماسك نفس يا جماعة. انا مش على بعض. يا سلام يا سلام. مش هنتكلم بقى عن جرسومة المعدة احنا خلاص. جرسومة المعدة تحلت خلاص. احنا الحمد لله. ما جرسومة معدة مين بقى ده اطلع موضوع اكبر بكتير. ده الموضوع موضوع جواز وحياة وقصة. احنا خلاص بقى ننسى ننسى الجرسومة ونتكلم في الجواز وفي الخطوبة والعروسة اللي جايلك دي. والله يا اخي انا محزوز. انا محزوز جامد. محزوز جامد والله. اش مصدق نفسي. اه. ام علي بتتعرف على دنيا عشان تشوفها هي منين بان ورده ومش لا يعني خطيبة الميكو ما ينفعش تعدى على اي حاجة كده. لا لازم تعرف دي مين وبتعلي ان ما ينفعش اي حد يشتغل في موضوع التزويق ده. اي حد يشتغل في موضوع التزويق ده غير ام خطيبة الميكو العظيمة. ام علي. شكرا يا ام علي على وجودك معنا. شكرا يا ام علي. لا حسن. طبعا يا ام علي طبعا انت احساسي الكل صحيح. ام علي احنا نسمي. ام علي انت خطيبة الميكو كده اه ببلغ يعني بخطيبة الميكو كده احنا بنقول كده وخلاص لا يعني. ده الحس الحدث اهم حاجة في الخطبة. في الخطبة بتاعت الميكو. اواخد بالك من التعارف ده. التعارف ده مش من فراغ. اه? يا ام علي. والله يا ام علي انا قلبي يهفو اليكي. الان. حسن انا من لبنان. اه دنيا من لبنان طبعا طبعا اهل لبنان الازم. طبعا. يا سلام. احنا كده انا كفاية كده عليها النهاردة والله العظيم. انا كفاية كده عليها النهاردة والله. حد يا جماعة عايز اسأل اي سؤال تبه? يا سلام يا معالي. ربنا يحفظك ويرفع قدرك في الدنيا ولا اخر. ام عايزة اسأل اي سؤال طبي يا معالي جاوبك عليه نفيدي او نفيدي الناس اللي معاك او نفيدي حد حبيبك مريض وعايزة تسألي سؤال طبي لعلا نستطيع ان ننقص حياة انسان او نكون سبب في تغيير حياة انسان فاسمى هدف لي في الوجود انا اكون سبب في تغيير حياة انسان او انقص حياة انسان. طب يا دكتور بعد اذنك انا ممكن اسألك سؤال. متفضل. هو ممكن برضو لو الطب عجز عن علاج حاجة. ممكن اللي هو الايه? الكرآن او الشيوخ يعالجوها. بص. اكون صادق معك. اكون صادق معك. ان في امراض في امراض كثيرة جدا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه? ما جعل الله من ده الا وجعل له اه دوار. تمام? يعني كل حاجة ربنا اه يعني اه كانت سبب في المرض هي سبب لنا برضو علاج دي. اه في حاجات في الطب بالفعل حاليا حتى الان. اه اسبابها اصلا نفسية. يعني انا مسلا وعليكم بيجي لي واحد. طبعا انا هكشوف لك حاجات سرية كده المفروض اصلا طبعا ما بيقولهاش. يعني. اه يعني بس يعني ده انا هقوله هدية للناس اللي موجود. تمام. ايه هي? انا مسلا وعليكم بيجي لي بنعمل الفحوصات باسأله اسئلة. والحاجة اللي انا مش فهمها او مش عارف اوصل لها او مش عارف اشخاصة تشخيص دقيق بطلو بتحاليل عشان اتأكد مية في المية من الحاجة اللي في دماغ. فبعمل التحاليل. عملنا التحاليل. تمام. بصنا في التحاليل. النتائج مية في المية الراجل ده المفروض يكون بيتمطط زي الحصور. ما عندوش اي حاجة. اه ما الجاي مريض بقى. تمام. وتعب وبتاع. الشخص ده بيبقى مريض ببقى اه المرض بتاعه وهمي. نفسي. ممكن يكون بسبب ضغط النفسي. التوتر. الالأ. الخوف. هرمون الكورتزوني ما بيزيد في الجسم بيبقى ليه اعراض خطيرة جدا ممكن تبقى سبب فيه اه مضاعفات لاعراض تسبب لشخص انهيار نفسي. هذا الانهيار النفسي بينعكس بشكل عضوي بعدين. يعني هناك مرض امراض. عندنا امراض. يازم الرضاء. يما المخفيها لا والله. يعني انا يعني في امراض نفسية بتتحول لامراض عضوية بمرور الوقت. تخيل امراض نفسية بتتحول لمرض عضوي. فاحنا نقدر نقول بشكل قوي جدا ان في حاجات. اه. الشخص اللي مريض نفسنا بتتعامل معاه ازاي? هو عنده مرض وهمي. انا عقل برضو. بقول له انت ما عندكش اي حاجة واكتب له روشيتة كده من المكمل غذائي. اي يعني اي مكمل غذائي كده يساهم مسلا ان هو يحسن له الحالة المزاجية بكتبه له. بس. اي حاجة تحسن له الحالة المزاجية بكتبها له. يعني مسلا زي فيتامين ده. يا دكتور. يا دكتور دلوقتي دلوقتي انا سأولي لك. في القرآن انا هجاوبك. اه. اه. الطب لو عجز. اه. الطب لو عجز. عشان الموقف ده حصل معينة. الموقف ده حصل معينة شخصية. اه. بص انا هنا في السعودية تعبت بسبب معدتي وكسملك بالله صرفت فوق التلاتين الف ريال بمعدل كبير جدا مصري. وانا اعرف عملت ان انا تعبان يعني انا ما ما فوقش. تعبان جدا ومتبهدل جدا. امم. تفهمت ازاي? امم. يعني عملت اشعات. عملت تحاليل. اخدت علاج. اخدت جلسات طبيعية. عملت كل حاجة في الدنيا وغيرت بدل الدكتور اتنين وتلاتة وعشرة. ده كترة مصريين. ده هقول لك اللي انا. هقول لك. هقول لك. مش حد قدر الشخصية ايه? يعني محدش قدر شخص ايه? تمام تمام ماشي. ده انا هقول لك اهو. لو الطب عجاز وكل الاطباء الناجعين. او الشطرين. انا مجال ما ادروش. اه سيبك بقى من موضوع الشيوخ. الكران الله عز وجل بيقول لي ايه? لو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كل ما به الموتى. بل الله بيموت كان بيصحيه. من تقدم الطبي في عهد سيدنا عيسى. كان بيصح الميت. هنا دلوقتي بنقدر نصح الميت? ما نقدرش. لا. اه سيدنا عيسى كان طبيب شاطر. كان يقدر الشخص يموت ويصحيه ويتكلم معاه. تخيل وصل الطبي وصل لدرجة ايه? فربنا بيقول الكرآن لو لو انا كرآنا سيرت به الجبال. لو بيمشي الجبال بتاعتنا. استمدك يا ام علي. ام. لو الكرآن الكرآن. لو بيمشي مثلا الجبال بتاعتنا. جزاكم الله خير يا اه ام علي. ربنا يبارك فيك يا ام علي عن الورود. يعني شوف اه اركز بس في النقطة دي عشان النقطة دي مهمة جدا. لو ان كرآنا سيرت به الجبال. يعني لو في معجزة اكتر من ان احنا نمشي الجبال. الجبل دلوقتي في معجزات حصلت قديما مع الانبياء. انه ان الجبل يمشي واتحرك من مكانه. او كطعت به الارض. لو الارض تتقطع كده. او كلمة به الموتة. ان احنا نصح الميتين ومسلا سيدنا عيسى يكلم الموتة. يعني راجل ميت تكلمه. الكرآن يستطيع ان يفعل اكثر من ذلك. فما دي حاجة مفروغ منها. انا طبيب اه لكن برضو دي حقائك. الكرآن يستطيع ان يفعل اكثر من ذلك بكثير. اكثر من تكليم الموتة. فلو في معجزات. لو في معجزات اكتر من تكليم الميت. او في معجزات اكتر من الارض تتقطع. او او في معجزات اكتر من الجبال تمشي. ما في الكرآن اقوى من كل ده. ربنا سابها وما قالش اقوى من ايه. علشان يسيبها مفتوحة. زاد ان كفاء يقفي قول الله عز وجل. فيه شفاء للناس. فيه شفاء للناس. اه انت تعرف ان في مرضى الاكتئاب اللي بيلفه على ده كثير النفسيين. بمجرد ان هو يبدأ يلتزم بالصلاة. ويبدأ يقرأ القرآن واسكار الصباح والمساء. كل الامور بيتحل وحالة النفسية بتتظبط. وقلبه بانضيف. يعني الشاهد من القرآن يستطيع ان يفعل اكثر من ذلك بكثير. يستطيع ان يفعل. ما هو دل حصل معايا فعلا يا دكتور. يعني انا كويس جدا يعني انت بتأكد الكلام بتاعي. ايوة ده اللي حصل معايا فعلا لان انا يعني بعد الكشف ده كله والمصارف ده كلها انا ما فقتش غير منزلته مصر وقعدت مع شيخ وقعد يرى قرآن وحاجات كده بدأتها فوق وحاجات تانية كتيرة. لا بس مش 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 داجل ولا علق السبح. لا 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 مش داجل لا لا لا. قراءة قرآن فقط. قراءة قرآن فقط. كل حاجة بالقرآن. اه يقرأ قرآن فقط ما بيقولش تعويز ولا كلام مش مفهو. لا 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 ما قلنش في الكلام ده. اه بس خلاص. هو بس اللي هو عمله فعلا انه هو اه جاب القرآن وقعد يرى قرآن وبعد كده الدان الزيوت واعشاب اه ادهن جسم فيها واشرب منها تمام? وبعد كده شربت انا جاب لبن شربته بدأت اشرب اللبن وبرجع. في الترجيع ده كنت برجع حاجات غريبة جدا. اه كطع دم كده بتنزل من معدتي. اه الوان بتنزل معدتي سواء زرقة او حمرة بتنزل من المعدة. اه. وبعد كده اداني ميا ميا مقرة عليها ان انا بغسل بها جسمي وبحطها في ميا جارية مثلا في بحر او في فرع من فروع النيل. اه حاجات زي كده. لما ان هو دجل وشعوازة بقى وكلام من ده ما كانش بيه. بيقول لك بتحط ايه في النيل? مش معايش ما في انكش دي. لأ الميا اللي هو مقر عليها. ميا هو مقر عليها. اداني منها ازاي زي كده كنت انا بشرب منها كاسة ميا يوميا وباخد كاس بحطها على مسلا ايه بستلة ميا تانية وبغسل بها جسمي. باخد الميا انا غسلت بها. يما مرة برشها حولين البيت. مرة بحطها على اعطاب البيبان بتاعة الشقة. ومرة بحطها في ميا جارية. في ميا من ايه في تارعة كده او حاجة. والله بص يعني بص القرآن في حد ذاته يستطيع ان يفعل المعجزات. اما الاشياء اللي انت مسلا قلت عليها مسلا قراءة القرآن على الميا اعتقد قراءة القرآن مسلا على الميا او كده يعني ما عنديش برضو علمي فيه بيه كبير خليك كامل معايا. بس هعمل بس كده وهو هنرجع تاني. اعمل تكرار. تمام. اه يعني دلوقتي بالنسبة لنقطة اه خليني بس هجيب لك حاجة. برضو هتأكد لك من حاجة. في حاجة كده عندي خليني اشوف اه. والله هو بالنسبة لقراءة مسلا القرآن على الميا او كده دي ما فيهوش حاجة. لكن انا برضو اه الفقه اللي عندي ما يقدرش ان انا اتكلم في هذا الامر بشكل كبير. لكن اللي انا واثق من القرآن يستطيع ان يفعل المعجزات مع اي شخص في اي مكان في العالم لان الله قال فيه شفاء للناس ولم يقل. قال فيه شفاء للناس ولم يقل. ركز بقى في النقطة دي. فيه شفاء للناس ولم يقل ايه? اه 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 فيه شفاء للمسلمين. لا ده فيه شفاء للناس. يعني انت لو جبت واحد كافر وعنده مثلا مرض نفسي معين وخليته يقرى القرآن. اه اه. وخلي مثلا واحد عنده اكتاب وخليته يقرى القرآن هيحس بحالة نفسية غير عادية. اه غير طبيعية غير مغبوط. هتلاقي حالته نفسية بتبتت الزبط. يعني القرآن بيساهم في علاج امراض نفسية كثيرة. وبرضو لكن فكرة مثلا وليكن. احنا عندنا اصلا اذكار صباح واسكار مساء بتحفظنا من اي شيء. فيه كتاب اسمه اه المأسورات. فيه كتاب ايه بص كده. فيه كتاب هنا اسمه المأسورات. المأسورات ده فيه اذكار الصباح واسكار المساء. انا بكراه الصبح وبالليه. العمر بيجي لي مرض. ليه? ليه ان انا بحصن نفسي يوميا. فاسكار الصباح واسكار المساء دي اصلا حصن من اي من اي شيء. اسكار الصباح واسكار يعني لن يضرك شيء ولن ولن يصيبك هم ولا غم ولا اي مشاكل طول ما انت اه محتافز بهذه الاسكار. مش محتافز بها ركنها. لا محتاف ان انت بتكراها يوميا يعني. فاسكار الصباح والمساء انا عندنا حاجات. يعني مسلا. اه يعني من قال باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات سماء وهو السميع العليم ثلاث مرات بالصبح وثلاث مرات بليل لن يضره شيء استحال يضر اي شيء جرب كده جرب كرر هزا لأ ملت عندك مشاهد جرب جربت كل حاجة وما جابتش نتيجة معاك جرب كلام النبس السلام كلام النبس السلام هو الاصدق بالنسبة لنا كمسلمين مهما تعلمنا في الطب اه فاحنا بنتعلم على اساس ان احنا نكتشف اشياء جديدة لكن الكرآن اه نقدر نقول عليه ان هو اصلا بيحصلنا بيدينا وقاية اساسية من الامراض اصلا فالانا بقولك بس في النقطة اللي انا عايز اقولها ان احنا عندنا معجزة ربنا مدهالة موجودة في الكرآن محدش ايه ده ينكر ذلك وعندنا حاجات بتحصلنا من من اي شيء لو انت خاف ان انت يضرك اي شيء او يجي لك اي مرض او يحصل لك اي شيء خلاص انت ركز في بسم الله الذي لا يضره مع اسميه شيء في الارض ولا في السماء هو السميع العليم صباحا تلات مرات وبالليل تلات مرات صباحا لن يضرك شيء حتى المساء ومساء لن يضرك شيء حتى الصباح وبنتك كده ست مرات مش هيستغرقوا منك خمس ست سوانا هتقولهم اه يعني يا رب وتقول باسم الله الذي لا يضره مع اسميه شيء في الارض ولا في السماء وتسك في الله عز وجل وتسك في الله عز وجل ثقة عمياء زي ما احنا بنسك باباشخة بس السكة في الشخص نفسه ممكن تسبب يعني انت تعرف ان السكة ممكن تعالج مرض السكة شوف انت عارف يعني ايه السكة علشان كده انت السكة اه السكة اهم حاجة السكة ليه بقى اقول لك السكة انا مثلا بيجي لي ناس بيشفوا على ايدي بيشوف روشيتة بتاعتهم بلاقيه نفس روشيتة اللي انا كنت اكتبها ويشفى على ده وما يوشفاش مع حد تاني لان هو جاء وعنده سكة والناس اللي كان قابلي اللي لفى عليهم ما كانش عنده هذي السكة فانت ممكن تكون بتلف على دكاترة وما عندكش هذي السكة وما يروحت الحال السكة في الله عز وجل تجعلك تجعلك تشفى عشان كده انا عندي حسن ظن عبدي بي فلي ظن بي ما شاء ان ظن خيرا فلو الخير فنظن بربنا ظن كبير جدا وتفاعل في الله عز وجل ونصد بالله عز وجل ان هو قادر وناخد بالاسباب بس مش هقولك مثلا يعني انا باخد بالاسباب مش هقولك مثلا السكة وخلاص واسم نفسها موت لا ااخد بالاسباب اصق في الله عز وجل ان هو هيشفيني واقول يا رب دلنا على الحد المظبوط الشخص الصالح الطبيب الصالح اللي انا اروح له ويكون صادق وهذا الشخص يعني يبقى لحكتين يبقى انت تصق في الله عز وجل ان هو هيشفيك الطبيب لا ان يوشفي احد عشان كده واحد يروح لدكتور السلام ورحمة الله بركاته عشان كده واحد يروح لدكتور ولا يشفى وواحد تاني يروح لدكتور تاني ويشفى بالرغم إن الاتنين كاتبين نفس الرشدة بس إذا كاتب ونفس المادة الفعالة ليه شوفي معداء ولم يشفى معداء إن ده كان عنده ثقة فكرة إن الثقة في الله عز وجل ما بقولك الثقة وحتى أحياناً الثقة بتوضع في غير محلها يعني أحياناً الثقة بتوضع في غير محلها لكن أنا زي ما أقولك كده ماشي حاضر. انا عندي ابني ما بيقولش خالص اصلا. عنده كم سنة? عنده سبع سنين. كل الاكل ما بيكلوش يعني عنده فقدان في الشيء اصدق? اه هو ما بيقولش يعني كل ما اقول له تعالى يقول لي لا مش مش عايز ايكل مش عايز ايكل. والله بصي يعني هقولك دلوقتي مسلا انا عندي ابني مسلا ما بيقولش لو انا عندي ابني ما بيقولش لابد ان انا فكر في موضوع اه الديدان في الامعاء. الديدان في الامعاء تعتبر من اكبر المشاكل اللي بنشوفها في الايادات بشكل مستمر وخصوصا عند الاطفال. اه الديدان في الامعاء ما فيش طفل ما عندوش ديدان في الامعاء. ما فيش طفل ما راحش لايادة والدكتور كتاب له الفلاجيل وهو راجع ويتكتبه له ومشي عليه كم يوم والدم اللي كان مسلا بينزل في البرازة او اللي كان موجود عنده او الاعراض بتاعت مسلا وليكن او او مثلا التعنية او المشاكل الاعراضينلي بتدلي اللي احنا عندنا مثلا وليكم ديدان كلها موجودة عند اطفال. الديدان في الامعاة ده تسبب لفقدان الشهية. الاصل ان احنا نعالج لو انا مثلا عندنا ديدان في الامعاة يبالابد ان احنا نعالج الديدان عند طفل الاول نعالج الديدان. لو عالجنا الديدان اللي عنده فقدان الشهية yemش ن Brownし0 tradition but in ARD indeed fo she will go have. ففقدان الشهية leash here never goes refuse Nurse when we want the flow of addiction طبعا انا ليا فيديو على اليوتيوب بخش اتفرج عليه اسمه اهancoز كايفية اكتب كده عس messing تخش على اليوتيوب اكتب الدكتور احمد قطيه دهشان علاج الدندان عند الاطفال اكتب الدكتور احمد عطيه دهشان علاج الددان عند الاطفال بيجي لك بيجي لك فيديو كامل كده بيشرح لك بالتفصيل كايفية علاج الددان عند الاطفال وحتى رشدة مكتوبة حتى والجرعة زي نحسبها للطفل بتاعنا لحسب وزنه كل هذه الاشياء لانه اه كلام كتير لو اتكلمنا فيه. دي السبب الاولات. ميش حاضر. قد يكون برضو قد يكون فجدان الشهيهة عند الاطفال ممكن يكون بسبب الانيميا. فممكن فبرضو. والديدان اصلا سبب في الانيميا عند الطفل. يعني الديدان هي سبب الانيميا اللي موجودة عند الطفل. فبرضو الانيميا علاج الانيميا برضو. علاج الانيميا بيبقى حاجة بشكل بسيط. اه يعني اه نعرف السبب لو السبب الانيمية اللي عندنا نقص التغذية يوبا نركز على اغذية اللي تحتوي على عنصر الحديد زي البتنجان والعسل السود واللحمة الحمرة البتنجان والعسل السود واللحمة الحمرة والطمر والتين المجفف كل دي الأشياء بتحتوي على عنصر الحديد نحاول ندخلها ضمن النظام الغزاي مع اه مشروب الحديد مثلا زي التراست او الاشوكم نصر او الفرافيرو او الفروسانول او اه او كل الحاجات اللي بتحتوي على عنصر الحديد دي مع مع الاغذية اللي تحتوي على عنصر الحديد. المشكلة بتتحلل عند الطفل. آآ علشان نرجع الثقة تاني. ممكن برضو ناخد بعض المكملات. مسلا لو احنا عندنا انيميا في مكمل انا بوصي بيه بشكل شخصي. اسمه الشوق ومنسطر. ممكن تجي به وتستخدميه. ده هيفتح شهيته على الاكل. ومع فتح الشهية طبعا بيعالج دينا مشكلة الانيميا. وبيزود من الملعات الطفل. وبيزود من القطرة الزهنية والعقلية بتاعنا. آآ شكرا لك جدا يا دكتور. شكرا لك. شكرا لك. ألفي شكرا. انا هعمل لحضرتك متابعة. الله يا سيدك ربنا يا حفاظك. انت لو احتاجت اي حاجة في اي وقت وخشي. لو عندك اي سئلة تانية اممكن تسألين. لو عايز ناديك يعني اقول لك. يا ربي اخليك. انا ممكن اقول لك في ديئة بعض الحاجات اديك شوية نصائح عامة يا. ماشي اتفضل اتفضل. اه 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 اول حاجة مثلا وليكن. اه لازم نبعارفين ان احنا وانحنا بنأكل الطفل ده ان احنا ناكل الطفل ده فن. يعني عشان ننمخمخ كده ونأكل الطفل بتاعنا ده محتاج فن كده وتركيز عشان نخلي الطفل ياكل لان الطفل اصلا طبيعة وما بيكلش. فبنعمل ايه? اه. انا مسلا وليكن طفل مريض. مش عايزين نجرب اي حاجة جديدة وطفل مريض. يعني مسلا طفل مريض ما اجيبلوش نوع من الاكل جديد مسلا وليكن. وابدأ اجرب مسلا طفل عنده يسال. وانا جايب له اكل مسلا وجديد لأول مرة اول مرة شوفه هو ما يعرفوش. فده من ضمن الحاجات اللي احنا مسلا وليكن من ضمن الفن ان انا مسلا مدخش للطفل اي حاجة جديدة ازا كان مريض. دي نقطة مهمة جدا امها تكتلها اللي تغفل عنها ولا تعرفها اصلا يعني. دي نقطة مهمة. تاني حاجة لما نقدم وجبة جديدة لازم نراعي ان تكون اه اه يعني اه يعني ان تكون مسلا معرفش هو مسلا قلتي لي عنده كم سنة? سبعة. اه لا ده كبير يعني مش صغير. خلاص انا كنت اهدي حاجة افتكرت حاجة للناس اللي يعني طفل مسلا المهم. ممكن مسلا وليكن نقول ما تتحيليش على الطفل. ما تتحيليش ما تتحيليش على الطفل ان هو ياكل. لكن احنا نشجع الطفل. انت هتكمل معي ولا? حابة اتكمل. لا اه عادي عادي لا تفضل. تمام. اه بس يعدي الست ثواني دي وبعد كده هنتكلم. اه. اللي انا اللي انا عايز اقوله اه احنا مش عايزين اتحيلي على الطفل. الامهات كلها يلا يا ابني كل يا ابني يا حبيبي يا ابني يا حبيبي ما تيجي تأكل انت هتدنك كده طول اليوم هتلتعب وهتموت وهتروح للدكتور. اه يعني اسلوب شوية اه دي كل الامهات بتوما ماشي عليه. اه لو حطتي الاكل في يوم ما والطفل ما كلوش ارفعيه وما تقول لهوش تعالى كل. ما تديلوش يعني مش تديلو فرصة انه ياكل اه يعني اه يعني اه يعني اه يعني مسلا ولياكل ممكن نقول ايه? طبعا زي دي احنا مسلا نحاول قدر امكان نبعد عن الشوكولاتة والشيبسي دي بتخليه بيشعر بالشبع بشكل مستمر وبالتالي اطعيمها غير مغزية. فاحنا نحاول قدر الامكان الشيبسي والشوكولاتات وهدي الاشياء نحاول قدر امكان ان احنا يعني اه فكرة ان هو مسلا ياخد فلوس. ده مسلا ياخد شيبسي كده بشكل مستمر مسلا ولياكل فترة كبيرة جدا من الوقت كل يوم انا عايز شيبسي عايز شيبسي عايز شيبسي عايز شيبسي عايز شوكولاتة عايز شيبسي وكزة كل يوم بيأكل شيبسي كل يوم بيأكل شوكولاتة كلام ده طبعا يعني من من ضمن الحاجات الصعبة جدا اللي امات اصلا ماشي يا بنخد يا حبيب خد يا حبيب يعني احنا بندره بنفسنا احنا بنقتل اطفالنا بنفسنا اه اه يعني اه انا ما بقولش نمنع لكن انا بتكلم مسلا دي حاجة تفهميني دي حاجة من ضمن الحاجات ان احنا لو خدناها اكتر من مرة كل اسبوع او كل اسبوعين ممكن تسبب لنا مشاكل في القلب وانا عايزاك انا عايزاك ليا في هذه الحياة. اه ربنا خلق اكلية في هذه الحياة لابد انا لازم احافظ عليك. احافظ عليك ازاي? ان الحاجات دي هتضرك? يبقى انا مش انا مش. لان انت ما هتمرض وهدانك تعايت انا هرفي بيك عدة كثرة. وانا مش. والدكتور اه اه نصحني ان انا بجعلنا الشكرات نتكلم بحوار لطيف مع الطفل بلغة يفهمها بطريقة محببة لي. اه. نحاول قدر امكان نوصل له المعلومة اللي احنا عايزين اه. علشان نخلي الطفل يأكل اي اكل احنا عايزينه. لازم نقنعه بالاكل ان فيه فوايد وهيخليه قوي وزميله الاقوية واللي عندهم مسلا عضلات. انت عايز تعمل خطلة عضلية. عايز يكون عندك عضلات والعضلات دي تبقى كبيرة زي زميلك اللي موجودين في الفصل معك. يبقى لازم ان احنا نقنعه بهذا الاكل. نفاهمه يعني الطفل مش صغير سبع سنين مش صغير. تتعرفي ان في السبع سنين الاولى الطفل بيكتسب اكتر من تسعين في المية من الاشياء اللي بيعيش بها طول حياته. تخيلي. فالسبع سنين الاولى دي كل حاجة. فنبدأ نعلم الطفل نعرفه فايدة الاكل اللي احنا بناكله. نقول له ده غلط. نعرفه الحاجات الصحة من الغلط. ونقول له ليه نقنعه. يعني ما نعملش الطفل كده. ما نعملش روح وتعالى وجه. اه. تهماني? تهماني? ايضا فاهمة حضرتك. اه. يبقى احنا كده مثلا وليكن يبقى احنا نحاول نقنع الطفل بفايدة الطعام. علشان مثلا يصبح قوي. اه نخوفه من انه لن يكبر اه يكبر مثلا او يطول اذ لم يأكل الاكل صحي مثلا. وده صحيح يعني يعني مش هينمو ومش هيكون زي زميله طول ما هو ما بيكلش الاكل الصحي اللي انا بعمل هولو اللي هنا اه يعني الاكل الطفل المتوازن المتنوى المتكامل اللي بيحتوي على كافة العناصر الجزائي. اه. 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 نقول ايه تاني. اه. دايما نحاول قدر الامكان ان احنا مسلا وليكن ندخل الطفل بعض الحاجات اللي ممكن تكون جزابة لي. مش مهم الطفل يعود ويأكل اصل الطفل مش هيكل زينا. يعني مش هيقعد ويفرش وبتاع لا ده عنده لعب في المطشة هينزل يلعب كورة بعد شوية. وصاحبه بينادع عليه. وعايز يعمل النشاطات اللي هو عايز يعملها. فاحنا احنا لابد ان احنا نوفر حاجات في التلاجة. تكون مسلا وليكن صحية زي اكلات صحية وتكون متواجدة بحيث ان هو اول ما يجوع ويخش ياخد حاجة تبقى حاجة صحية متوازنة متنوعة متكاملة. وتبقى اه سهلة ليه بحيث ان هو بيأكل اكل صحي. وده اللي بنوفره بشكل مستمر مسلا اه 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 او يعني ما بين الوجبات وبعضها. الطفل ممكن ما يكونش بيأكل واجبتين زي ما احنا بنأكل مسلا على بعضهم. لكن الوجبتين دول ممكن يكون بيأكلهم ست مرات في اليوم. بس وجبات صغيرة. فانتي احرصي للوجبات الصغيرة متكونش شبسي متكونش شوكولاتة متكونش كرانشيات متكونش الحاجات اللي ممكن تضر الطفل. اه شكرا لك جدا جدا يا دكتور. الفي شكرا. الله يبارك فيك. الله يخليك. شو مرينة باي شيء? الله يخليك. الفي شكرا. الله يسعيدك. يلا يومك سعيد حياتك كلها سعادة. يومك سعيد. الله يخليك. الله يخليك. انا وانت يا رب. الله يبارك فيك. يلا السلام عليكم. طب يا ريت والله. عايزين نخس. مم. بش ما بدينا تكلم في التخسيس. امر التخسيس ليس كما يظنه الناس يا صديقتي. يعني ليس كما يقول. انا اصفى بتردع يعني. ماشي ما انا هقولك اهو. افاهمك انا الوضع برضو. الحاجة الاساسية اللي احنا مبنين نتكلم مثلا لكم في التخسيس واللي كررناه كتير وعلى قناتي حتى على اليوتيوب برضو ممكن تبقى تطلع عليها. بنفس اسم اللي موجود هنا يعني. لو طلعت طلعت على اليوتيوب ممكن تلاقي هذه المعلومات يعني. اه دكتور احمد اعطي الدهشين. اعملت لك فولو يا دكتور احمد. الله يساعدك ربنا يا فازك. خلينا اتكلمك بس. اول حاجة مسلا وليكن ما بنينا تكلم مسلا وليكن في التخسيس لابد في البداية ان نعرف ما هو سبب السمنة اللي موجودة عندنا. يباحنا السؤال الاساسي يا دكتور ما هو سبب السمنة اللي موجود عندي السؤال ده يكون اصح. علشان نعرف بالزبط نحدد نقطة معينة ونشتغل عليه. افرد مسلا ايه? اه حد يولع ولا ايه? اه حد حواليا فيه? لا اشوف اشوف بعد ازمك دي ايه واحد. خليك معين. ماشي ماشي ماشي. عربية نقل عربية نقل اه غالبا غربية عربية نقل دي ولا ايه ماشي ماشي. اه اول حالة اه 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 يبا لابد يبا سؤال الصحي بتاعنا كيف اعرف ما هو يعني ما هو سبب السمنة اللي موجودة عندي. قد يكون السمنة اللي موجودة عندي نقص بعض الفيتامينات في الجسم زي نقص فيتامين دل او فيتامين بها اتناشر. نقص فيتامين دل ونقص فيتامين بها اتناشر من ضمن الاسباب اللي بتسبب زيادة في الوزن. فلابد ان احنا نراجع هل عندنا اه نقص في هذه الفيتامينات او عندنا مسلا وليكن حاجات معينة. الانيميا برضو سبب في اه السمنة وزيادة الوزن. لابد ان احنا نراجع الانيميا بتاعتنا. هل عندنا مشاكل في الانيميا? هل عندنا مثلا نقص حديد في الجزء هو سبب السمنة اللي موجودة عندنا ولا لا? ده برضو سؤال تاني لابد نحن نتراحه على نفسنا. هل احنا مثلا وليكن اه عندنا مثلا وليكن بعض الامراض المزمنة اللي هي سبب السمنة عندنا مثلا مشاكل في الغدة الدراقية زي قصور الغدة الدراقية. قصور الغدة الدراقية دي معناه ان الهرمون السيروكسين بيفرس بكميات قليلة. هذه الكميات القليلة اه لا اه يعني لا تتناسب مع يعني عمل اه اه التمثيل الجزائي والهضم اه يعني الهدم والبناء داخل الجسم او الميتابوليزم زي ما بيقولو. فاحنا دلوقتي مسلا وليكن الميتابوليزم بتاعنا مش شغال كويس الهضم بتاعنا مش كويس فممكن تبقى الحرق بتاعنا مش كويس فبالتالي في زيادة في الوزن عندنا. فالاصل السؤال الصحيح اه ما يعني ما نيجي نتكلم نقول اه نقول ايه? نقول اه اسباب السمنة ايه يا دكتور احمد? علشان ابدأ اعرف ما هو سبب اللي عندي وبعدها نبدأ نتحرك من النقطة اللي وقفنا عندها من السبب. فلو السبب اللي عندي الافراط في تناول الطعام يبقى لازم نزبط موضوع الاكل بتاعنا ونمشي على النظام غزائي. لو السبب بتاعنا زيادة النشاط اه قلة النشاط البدني يبقى لابد ان احنا نزبط المجهود البدني بتاعنا. لو السبب بتاعنا قلة النوم يبقى برضو لازم نزبط اه موضوع النوم بتاعنا والنام نوم منتظم ليلا لان الهرمونات الحرق والتمسيل الجزائي بتوفرز ليلا. لو سبب عندي الاصابة ببعض الامراض لابد ان احنا نشوف ما هو المرض اللي موجود عندي ونبدأ نتحكم فيه بناء على دراسة واقعية لطبيعة الجسم بتاعنا. لو السبب تناول بعض الادوية اللي بتسبب زيادة في الوزن زي ادوية الكورتزون او مانا الحمل او ادوية معينة لابد ان احنا نعرف في السبب علشان نبدأ نتحكم في هذا الامر. لو السبب وراسي شوية تغييرات في نمط الحياة الصحي والنظام الجزائي بتاعنا بيتحل هذا الامر. لو المشكلة نفسية وضغط نفسي يبقى لابد ان احنا نعيش في جو من التفاؤل والامل ونبعد عن الضغوطات النفسية لمسبب لنا زيادة في الوزن. طب اعمل ريجيم بقى زيادة. عشان انا زيادة. اه السؤال بتاعك دلوقتي انا معلش عيدي تاني كده انا ما انا ما سمعتش منك. الدنيا شوشت معي. ممكن تهايدي. سمعني? اه دلوقتي سمعتك. فضل عيدي تاني. عندي عدم استقرار نوم طبعا عشان عندي طفلة صغيرة. اه هم. وعندي اه وفيه طبعا كنت اواخده عليك كرتوزون طبعا. لا ده انا هكتب لك سبوري سبوري ده انتكسة. اكتب لك عشان همسيك لك نقطة نقطة بقى ده احنا كده ده احنا كده انت بتاخد كشف مجانة على هو. سبوري. سبوري. يلا اقولي. اول حاجة. اول حاجة. يا اول حاجة عدم استقرار. اسمعي واحدة واحدة بقى انا هكتب وراكها علشان همسيك لك نقطة نقطة علشان نعالج المشكلة بشكل كامل. وابتاخد كشف مجاني. سبوري. طبحة. طبعا. الله يساعدك. عدم استقرار في النوم. ده واحد. لوجود طفلة. لوجود طفلة. ايه تاني? كان فيه قبل كده حوان كورتيزون. في طبعا عدم حركة عشان عندي اطفال. اطفال صغيرة وامشي طبعا. اخري السوق. عدم حركة. تمام. رابح حاجة. ورابح حاجة عندي فيتامين دال متضمر نهائيا من جسمي. ايه تاني? ما انا معرفش بقى الغدة والحوارات لا ما عندك اعراض لمعينة مثلا غير عندك اي اعراض يعني اي اعراض لشي معين? لا انا على طول يعني يعني جسمي على طول همدان وبيو جان. طبعا من عدم النوم والصهر. انا بقول عشان كده يعني. طب انا هقولك حاجة. وطبعا كان فيه موانع حمل طبعا وزودت جسمي وقفتها لسه مقافة بقى بقى ليش عقل. وانا يسطر بقى. تمام بص. حاجة كتير يعني. اه نسبة فيتامين دال كانت كام? لا ما عرفش يا كانت كام بس كان الدكتور مديني اللي يالفيو دروب ده مرة كل اسبوع على نص كبات مية بتاع الاطفال. لأ. اللي ابو عظمي بتقطع انا بسمعه. بسمع صوته بيحتكب بعضه. مم. وبيتقطع. مم. طب في حاجة تاني? هنعد ايه ولا ايه? انا جايد انا كل خردة للبيع. الوزن بتاعنا ادي ايه? لا 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 ده عايز تفضحني بقى. لا خلاص تماما يا سب. خلاص خلينا نديك بشكل عام وبرضو هحاول عالك بشكل عام. يعني هحاول فانت حاولي قدر امكان تبقى مسحصاها كده ومركزة ومفنجل يعني كي زي ما انا مفنجل كده علشان نجاوب اجابة نعمل زي كده. ديت كده ما تفنجلش قوي انت بتحولي لما بتفنجل. والله العظيم. او والله. تمام. يعني انا بحولي صح? يعني انا عندي فيه مشكلة في العين? والله بتحولي لما بتبرق قوي. اه مفيش حقيق يا جماعة لعنية مظبوطة يا جماعة انت بتشكيكني في نفسي بيه كده يا جماعة انا انا كويس هناك جميلة ورطيفة يا جماعة. لف بقى لغاية ما تقابل دكتور عيون. لا بقى انا لا انا اسمح بالتشكيك في امكانيات ايوا ايوا تشكيك في امكانيات وكدرات. حسيبك دلوقتي اهارب منك. لا يعني انا احب. يا عم ما تديني المعلومة الاول عشان اطبل لك وانهم اجيب لك طب ما اطبل لك كمان. تماماش. تماماش يلا. بصي اول حاجة اه نقص فيتامين دل في الجسم ممكن يسبب لنا مشاكل خطيرة جدا. وده اللي هنبدأ بيه. فيتامين دل ده احنا ممكن ناخده بشكل طبيعي يوميا من خلال فقط ان احنا نتعرض لاشعة الشمس لمدة نص ساعة بالنهار مش الشمس الحارقة اللي هي في وسط النهار او ناخدها عند الغروب نص ساعة فقط. والله دكتور انا دلوقتي اه انا مش هعرف اطلع انا عندي مشاكل دلوقتي انا في ضغوطات في حاجات معينة خلاص انا محتاجة حاجة من الصيدرية اخدها وريح دماري. ده ممكن يكون اه نجيب فيتامين دل اه بالنسبة اه انت بتقولي مش متذكرة النسبة اللي كانت موجودة عندنا احنا نجيب مسلا وليكن فيتامين دل معانا لحد جرعة يوميا مسلا نقول تلات تلاف جرعة يوميا تلات تلاف اه واحدة ناخدها يوميا ما عندناش اي مشكلة خالص ممكن ناخد فيتامين دل بتلات تلاف او نتعرض للشاية الشمس نصف الساعة بتاعتنا ناخدها مش مشكلة لك انا بقول لك تاخد فيتامين دل مسلا معاك من الف لحد تلات تلاف وحدة يوميا من فيتامين دل ناخدها على على اي انتان شكل المكمل اللي موجود في الصيدرية لكن انت شوفي التركيز التركيز الف يبقى ثلاث وحدات في اليوم تركيز الفين يبقى كفاية واحدة في اليوم او كده يعني انت نصك يعني هذا الامر مفيش مشكلة خالص فيه يعني اه الفيتامين دال السمية بتاعته بتبدأ من خمس تلاف وانتي طلع. فما تخفيش يعني. فلكن العلاج بتاعنا انا دلوقتي عندي نصف فيتامين دال. المفترض ان انا شوف نسبة فيتامين دال اللي موجود عندي قديه. وابدا اخد الجرعة بنان على النسبة اللي موجودة عندي. ده الاساس. لكن انا مثلا ولا يكو. انا عارف ان انا عندي نصف فيتامين دال كنتيجة للتحليل القديم. وعايز اخد مسلا جرعة متوسطة مسلا اخد جرعة مسلا الكلمة فيتامين ده يوميا وامشي عليها لفترة مسلا تالت شهور ولا حاجة وبعد كده اشوف تحليل واشوف مسلا نسبة فيتامين ده اه اترفعت وخلاص واتحلت المشكلة خلاص تمام يبقى كده فيتامين ده الحلناه وقت كده نوازل بقى على تعرض لعشيات الشمس مسلا وليكن نصف ساعة يوميا او عشرين دقيقة فعشرين دقيقة تمام خلاص يبقى انت عرفت كده هنعمل ايه ده كده بالنسبة الفيتامين ده حلنا المشكلة بتاعتها التقطاة هتروح التقطاة التقطاة هتروح اما ناخد فيتامين ده ليه بقى؟ فيتامين ده ده بيساعد على ترسيب الكالسام في العظم زائد برضو بيزود المادة الغروية اللي ما بين العظم وبعضه اللي هو سبب في احتكاك ما بين العظم وبعضه يسبب التقطاة تاني حاجة التقطاة لو ما فيهاش مسلا وليكن قلب يعني ممكن ما يكونش فيه اي مشكلة يعني عظم بيركب على بعضه؟ مش مشكلة بصي عادي كلنا العظم بتاعنا بيركب على بعضه مش مشكلة لكن المشكلة ده عظم ركب على بعضه افضل احاول اتقطاعه بعيدا عن بعض هعمل حرقات مؤلمة جدا عشان تفك عن بعضه مم ملأ اه بصي هفاهمك حاجة هقولك على حاجة برضو يعني بس بالنسبة بس الموضوع التقطاة ده انا بتقطع كلنا بنتقطع لو عالت لك كده هتقطع لك تلات تقطات عادي يعني مش مشكلة يعني ايه مش دي مش دي مش دي اللي انا بقول عليها اه تقطايت العظم يعني تقطع العظم حاجة مؤلمة جدا بتركب على بعضها بحاول ماشي ده خلاص ايه تقطع جسمنا لا 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 مش دي خالص اه تقطع بقلم يعني يبقى خلاص يبقى تقطع بقلم ركز بس ببيتامين ده اللي احنا قلنا عليه اه والمفترض برضو تاخدي المفترض تكون بتاخد الكالسيوم المفترض تكون بتاخد الكالسيوم علشانك وعلشان البيبي او طفل يعني ما لم نكن بناخده اصلا اه من النزام الجزائي بتاعنا ومنتجات الحليب وهذه الاشياء او ما لم يكن مسلا عندنا حساسية من هذي الالبان في ناس بل عندها حساسية من الالبان باش سلمش قصتنا عايزين نعدي هذي الاشياء اه احنا دلوقتي بتقولي اه نتكلمنا عن فيتامين ده والطقطاع لو انت زبطت فيتامين ما فصد احنا فيه قلم يعني المادة الغروية اللي ما بين العظم وابعا سمعين المادة الغروية اللي ما بين العظم وبعضه مش موجودة بشكل كافي فاحنا ممكن ناخد ده يت Ash � V i بيتامين ده الينا عشان نزود المادة الغروية ما بين العظم او بعض في حاجة تانية برضو موجودة اسمها مكمل جزاء كويس جدا برضو ممكن نستعمله في هذا الامر اسمه زيت كبد الحوت زيت كبد الحوت ده اسمه او زيت كبد الحوت ممكن نجيبه من اي صيدلية ونستخدمه برضو ما فيش اي مشكلة بالنسبة لنا فيه. يزود لنا برضو من المادة الغروية لما بين العظم وبعض. او القوميجاسري برضو. بس طبعا القوميجاسري يعني. لو احنا عندنا تاريخ بنزيف او كده لو يفضل لا تستخدم زيت كبد الحوت ولا تستخدم القوميجاسري. خليك الفيتامين ده وخلاص. تمام. تمام. يبقى ده كده بالنسبة لنا يبقى ده كده بالنسبة للوزن والطاطا فيتامين ده. طبعا انا بجاوب اليابات مختصرة كل حاجة لو من دي ما سكناها هنتكلم في ساعة كاملة. بس انا بحاول قادر الامكان اديكي حاجة قريبة. لا لا انا انا كويس جدا. انا بفهم بسرعة. اه اه بالنسبة لعدم الحركة بالنسبة لعدم الحركة انا مش مالك ينزل لعمل الرياضة. لو هتمارسي تمارين التنفس. تمارين التنفس ممكن تعدلنا موضوع الحركة. يعني ايه التنفس الطاقي. ابحاسي عن هذا الامر. ابحاسي عن التنفس الطاقي. اما انت مسلا بتنزلي تلعب الرياضة او تتحركي او كده. التنفس بتاعك بيكون مختلف صح? عن ما تكون يعادة في البيت صح او لا لا? شايفة طريقة التنفس وانت بتعملي الرياضة? لا انت هتعمليها بوعي. هزي طريقة التنفس ازي هتعمليها بوعي? يعني مسلا دلوقتي عايز اعمل تنفس طاقي. لكني بلعب الرياضة. طبعا باخد النفس بتاعي. انا دلوقتي ما بلعبش الرياضة. كنتيجة لظروف طرقة مش من خلانة. بس الاصل ان انت تاخد البيبي وتنزلي تتمشي بيا شيخ. هتجيبي للطفل كتاب هو من صغره. خلي الطفل يشوف الشمس. خليش طفل يعني. الطفل برضو ليه اتياجات والله العظيم. الطفل عايز يتهوى ويتمشى في الناس وعايز يشوف يدتاشي. انا ارسي بهم في الشارع. ما تمشي. حدي مسكيك. حدي يكلمك. حدي يقول لك حاجة. وانتو عندكم يتكلمين تنزلي في الملعب اللي حواليك ويتمشي. اللي كان كان بيجي باريك له ان والده يقول لي كفاية اربعة. انزل بالاربعة مش بهم في الشارع. انزل مشي بالاربعة في الشارع. ايه المشكلة? مش حرام ولا عيب? ايه المشكلة? خلى بهم ينزلي يمشيهم. وانتي انزلي وراهم. اه تعقبيهم. اطلع اجري وراهم. بديت الحية لهو. بس انتي مش رادية اه 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 ا انا هموت منك والله العظيم. حرام عليك. ما تموتيش نفسك بالكلام والتفكير. اه. اه. يعني اه لازم مش هنبص للناس. ماناش عن اللاقة بالناس. لو الناس. انا مثلا بامشي في الشارع انا عايز اعمل حاجة. عايز اجري. عايز انط. بانط. لو انا عايز امشي في الشارع. الناس هتقول لعلي مجنون ما يقولوا. مبسوط. انا مبسوط خلاص. انا هم حاجة كون مبسوط. انا عايش عشان اكون مبسوط مش عشان الناس تقول. تمام. ولا انا بتكلم غلط. لو انا بتكلم غلط. لا كلمات مزبوط. انا مش هبص. الناس تقول لي اللي عنابوا الناس هي ناس هتحدد هي الحياة اللي انا عايز اعيشها. انا عايش الحياة اللي انا عايزها برضى الله عز وجل. هدف رضى الله عز وجل وعايش الحياة اللي انا عايزها. انا مسلا بمشي في الشارع باجري في الشارع دكتور اه معايا دكتوران وتاع. وعايز اجري في الشارع ولا لا اجري. الناس بتبص مطبص. مبسوطين تمام اهلا وسهلا. مخنوقي رعبوكو. يعني اه وانا ضريتك في حاجة. انت مخنوق لانك انت قاعد ومكتاب. خليك في الكتاب بتاعك. انا رجل عايز اطلع عشان الكتاب بتاعه يروح. تلت هرمونات بتفرز تفرز مع الحركة. تلت هرمونات. هرمون الميلاتونين. الدوبامين. السيروتونين. تلت هرمونات السعادة بيفرزه مع الحركة والرياضة. هرمونات السعادة بتفرز. احنا مش عندنا سعادة ليه? مش عارفين نفرح ليه? ما فيش هرمونات للسعادة في الجسم. حرام عليكم. اه عايزين نتحرك عشان نحرك هرمونات السعادة اللي موجودة جوانا دي. انا عريت والله العظيم يا جماعة. ما عندك شو مروحة ولا ايه? ولأ لا اصلاحنا الجو بتاعنا احنا عندنا الاربع فصول في اه في تركيا هنا الاربع فصول بتشوفهم في نفس اليوم. وانت في تركيا? اه اه. الله يصلح حالة. الله يخليك. فالصبح بيبقى برد شوية. السبح بيبقى برد شوية. دلوقتي الجو شمسة وممتع كده برد. انا مثلا وعلي اكون اه معاي دكتوراة لكن بطلع كده هو فوق السوري. مين? انت سوري ولا مصري? انت اي رأيك? شايف ايه النسخة دي بتقول ايه? مصري. احنا بتقول مصري. طيب بس احنا بتقول مصري واللغة? مصري. انا مصري وانجويا مصري. الحمد لله. تلات مصري. اللي وداني تركيا. اللي وداني تركيا هو اللي مخليك يقعد عندك. عشان انا ما عليش تعه بالناس انا عندي اهداف بحق اهدافي. بعيش اهدافي. انا دلوقتي مسلا وليكن معادي التراف التغذية وحاليا دلوقتي بادرس هنا في جامعة قريب مني بادرس فيها علاق طبيعي سنتين كده. اه الحمد لله رب العالمين. كان عندي امتحان بكرة خلف عامين بكلمك وانا عندي امتحان وبعد كده ما تنفزيش والله العلي العظيم لو ما نفست الكلام اللي انا بقوله ده وبعد كل هذا التعب انا هزعل منك. وها عيض. لا انا. والله. والله هنفز. بازن الله. انا انا هدف ان انا كن سبب في تغيير حتى لو واحد في المية في حياة انسان تكون سبب ان هو يكون مبسوط واني غير فكر الناس. المشكلة في الوقت اللي احنا عايشينه الناس ما بيهمهاش نفسها بيهمها الناس. الناس مش هتعمل لك حاجة مش تتحاسب عنك يوم القيامة. كل واحد على نفسه. عيش حياتك. استمتع بحياة. انت مسلا هتقولي ده انا هتقولي ده انا هتقولي ده انا هتقولي ده مسلا ده اتتخين شوية مش هتقرر تمشي منش عشان الناس بتبصي لي. ما تبص ولا عنهم ما بص انا لدي هدف ان انا هنزل. هنزل وانا تخين وهرجع لهم وانا رفيع بعد سنة. عندي هدف. بركز في الهدف بتاعي مبركزش مع الناس. لو راكزت مع الناس اه الناس هي تموتني وانا في حياتي. أنا عمري ملكيس. أنا سبب الحمد لله رب. طلعت في تلفزيون المصري. طلعت prenفزيون السوداني. طلعت في تلفزيون المصري الموجود في تركية. و كنت هطلع في تلفزيون تركي عربي يعني. بدس لم تطلعت في تلفزيون تركي. مسلا ما تكلم في تركيا. لم تطلعت في تلفزيون تركي بشكل مباشر بس كل حالة بتتحقق عشان مش ان يعلاق حد. ولا كان عندي وسطة في يوم.جلسماعة الكلام ده عشان الكلام دا مهم جدا. ولا عمري كان مسلا ولا عمري كان لي واسطى مسلا ولا يكون كتسافي لنا خشت في زون مصر ولا عمري كان لي واسطى وانا دخلت في زون السودان ولا عمري كان واسطى بس الله عندي ثقة غير عادية بربنا ثقة لن يعني بكاد اجزم طبعا قد يكون هناك من هو اصلح مني في هذه الحياة او اقرب لله عز وجل لكن انا عندي ثقة يعني تدمر دينا ثقة بالله عز وجل قادر في لحظات ان يصنع لي الذي اريد فبرضو هذه الثقة مكتوبة في محلها وفي ربنا يعني واحد بيقولي بقول له انا في يوم انا بيكلم واحد هنا جاري يعني تعصميت هنا بس هو زي انا بقوله انت بويا طوركي هنا فبقول له انت بويا هنا انا اما جيت هنا انت اللي شفتلي الشاقة وتاع وسهلتلي وبتاع بقول له انت بويا يعني يعني الراجل ده بقول له انا في يوم ما هكون افضل طبيب تغذية في التاريخ فير أز على العصر اه بيقول لي طب انت يعني ايه اللي يعني بيقول لنا انا واسق فيك بس انت ليه بتقول كده يعني انا واسق فيك بس ليه انت بتقول كده قلت له لان انا ربنا خلقني وربنا خلقني عشان اكون كويس بس انا اصق فيه انا عندي حسن اظن عبدي بي انظلنا خيرا فلاو الخير وانظلنا شر فلاو الشر الشر بيجي لنا ما بنفكر فيه الخير بيجي لنا ما بنفكر فيه فكل يعني ملاش بس فانا ما ببصش للناس انا ربنا خلقني يعني انت نبذة من انت نبذة من كمال الخلق عز وجل ربنا ولا صنعوا بيدك يعني ونفخة فيه من روحه يعني انت نفخة من روح الله عز وجل تقول نفخة من روح الله عز وجل وخايفة من كلام الناس وده الناس هتقول والناس هتعمل والناس مش عارف ايه ناس ايبا وبتاع ايبا مع الاسف اغلب الناس كده لكن احنا يعني مش مع الناس وما لناش دعوة بالناس وما لناش احنا لنا عندنا هدف معين قررنا ان احنا نعيش الحياة اللي احنا عايزينها. خلاص هناخد بالاسباب كاملة. هنمشي على النظام الجزائي صحي. هنلعب رياضة وننزل نتحرك. هناخد مسلا فيتامين ده. اه مسلا عشان موضوع الكورتزون انت تعرفي. عشان نتلاشى من اصال الكورتزون الرياضة. اه اهم حاجة للتخلص من اصال الكورتزون الرياضة. لان مسلا احتباس المياه في الجسم كنتيجة لزيادة الكورتزون عندنا. الحاجة الوحيدة خلينا تخلص من المياه زيادة دي الرياضة. فانت الرياضة. طب لو انا انا جبت لك ينزل المياه من الجسم. مدرات للبول. فتر علي. اه ما تاخديش الرياضة. الرياضة سدقين. خليك في الرياضة. اصلي بص مدرات البول بتاعهم الكلام. اي حاجة اي حاجة. ممكن تتخذ. اه اه. يعني انا مش عايز برضو انت عشان بس انا مقدرش اقول لك بشكل جازم هل مدرات البول هل مدرات البول بتأثر على البيب ولا لا مقدرش اقول لك ده الطبيب اللي هيكتبها لك بقى هو اللي يقول لك. لك انا في تخصوصي يعني. يعني قادر اقول لك. اه يعني بلاش خليك. انا رفت كده قبل ما اجيب البنوتة دي. مم. وكان بيكتب لي اه علاج تنزل المياه اللي في الجسم وسد شهية كنت باخد علاج كمية علاج رهيبة. انا عبال ما ببلع العلاج ما بفكرش اخل ولا اشرب. ما هبص زي ما انا بقولك كده مش غالبا يعني في ما هو فيه دكتور تغزية. انا عايز اعرف الحاجة. فيه دكتور تغزية حقيقي وفيه دكتور تغزية تاجر. انا جبت البشر من ايه. بقولك فيه دكتور تغزية حقيقي. كل ما خس احمل. كل ما تخس تحمل. والله ده حاجة حلوة. الناب سالسلام هيجي افتخر بيك يوم الايامة. ترى كحو تكسر وما فاني مفخر بكم الناب هيجي افتخر بيك يوم الايامة. ايه مش عايز الناب يفتخر بيكي. طي لا. ايه يا خلف ايه المشكلة? اه? مفيش حلوة ربيه. مفيش حلوة ربيه. عندي اربعة مفيش حلوة ربيه. ليه? مفيش حاجة اسمان. اجيب تاني ازاي? جيبي التاني. ما تجيبش تاني. بقى انت حرة. لكن انا عايز اقوله لك دي حاجة كويسة. الاولاد من اسباب الرزق. الاولاد اه يعني. النبي صلى الله عليه وسلم اعرف شو ما بناته الاولاد. بس اه في حديث عن نبي صلى الله عليه وسلم من رزقهم الله عز وجل. اه يعني بنتان فاحسن تربيتهما له فله الجنة. يعني ربنا يرزوه ببنتين ويحسن تربيتهم ليه الجنة. يهطوا لي احنا متشعلين في حسنايا من الصباح? الحمد لله. بس يعني. وانت يا احمد? لا والله والله لم يكتب الله عز وجل دي يا الزواج يعني الى الان يعني. والح يا رب. اللهم امين اللهم امين. بص كل واحد في هذه الحياة مكتوب له بالضبط الحياة اللي هو يعيشة. اه ما علينا احنا نصد الله عز وجل وناخد بالاسباب بشكل كامل. اه انت دلوقتي ربنا احطك المسئولية. وري ربنا ان انا يعني انت ادي المسئولية. يعني اتعابي عليهم. اتعابي عليهم. بس. ما مخليه حد محتاج فيهم حياة. بس. من نظافة لكل حاجة ربنا يعنى عليها. ربنا يبارك فيك. ناشي ده كويس جدا. لكن برضو التربية مهمة جدا. يعني تعليمه من الصلاة والدين. كل هذه الاشياء برضو مهمة جدا وضرورية جدا. لو عايزنا نكمل في الموضوع بتاعنا خلينا اقول لك موضوع النوم ده برضو. عشان يبارك كده كل الامور ايه احنا حلينا موضوع آآ آآ فيتامين دال. خلي في علمك فيتامين دال لو تضبط في الجسم هيساعدك في ان انت تخس ايضا. تعرف هذا الامر? يعني انت ما تضبط فيتامين دال في الجسم بيساعدك. ايه ايه. ايه. ما نحن تلات صورة كده. على علاك فيتامين دال وعليك الكلورسترولي زيت في الجسم. لايه الجسم بيخس لوحده. اه. تتعرفي. وباكله باشربه كل. انت تعرفي فينا. كل حاجة ولاقي نفسك في الجسم. كويس. تتعرفي ان دول كوليسترول. آآ انت تتعرفي ان دول كوليسترول. انا ما كنتش مسلا ما حد كان يجي لي كوليسترول كنت بس بوصيه بقول له ساعة ماشي يوميا في شهر واحدة خليه اعمل نفس التحليلة. تبقى ما ما فيش عنده كوليسترول يعني كوليسترول تقدر تقول عليه الجيد فقط هو اللي موجود في الجسم. الرياضة تستطيع. انا حامل بصورة عالية جدا. ام. والله. بما عدل ميتين وخمسة. ام. والله كويس. يبقى انت كده كويس يعني انت حتى يعني انت. بس النسبة قالت بعد ما قوليت. والله التجربة بتاعتك كويسة. ويعني ام. ما فيش اي مشكلة. ومية حقو سبعين او م Hoy. ازاي قنزني عاملع الأي قلبي. ام الدحى. ماعاك شوري ازارية لوحبك أن تشرك اي شيء، ام. ام. ل będي رأي لfpsني وانا باكل الشوكولاتة على الهوى كانت غض. ہے sounds. حاضر يقل بقول لك هرمون ايه دكتور اللي بيخلي الجسم فيه رعشة وملوف على الاكل نقص هرمون ايه? يعني اه تقدر تقولي يعني نقدر نقول مسلا اسباب الرعشة ويهي تاني? يا امل من اخبار محمد. اسباب الرعشة دي بتبقى مسلا عند النوم ولا عند الاطفال ولا رعشة مفاجئة ولا رعشة داخلية للجسم ولا في الايد ولا 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 رعشة ودوخة ولا ايه بالزبط? انت دخلت متر عشة انا ما دخلتني في متر عشة مش بقولك اللي مش بقولك الصح مع مش انا انا نشغل زلزال ونرقص بقى ونسيب انا ماء من طب واعتزر انا هرمون ايه اللي بيخلي الجسم يبقى في رعشة وقت الاكل بصي زيادة مثلا ممكن يقول بصي في حاجات كتيرة جدا ممكن تسبب رعشة وفيه هرمونات كتيرة لكن انا ما كلمك مثلا ممكن هرمون الادرينالين في الجسم اه ممكن ممكن يسبب مثلا وليكن اه مع اصل برضو الرعشة دي ازا ملتلك كده ممكن يبقى لها حاجات تانية يعني تفهمتي انت فهم انا عايز اوصلك ايه ولا كلام بتاعي شوية صعب? انت فهم سؤالي الاول اقول لك حاجة اه 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 يا امو انا مسلا وانا كنت اه حامل اه كنت ببقى ما بقولش يعتبر شبه ما بقولش نهائي 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 انا عايش على بق الميا مسلا والله يبصي يعني ممكن بصي بق المياه انا وخطي ام اجيبه ما يعدش ببطني يعني طول ما انا حامل كده بعد لما بولد اه ببقى جسمي وانا مسلا جابوا لي اكل ولا مسلا كده اجي امدي ايدي اكل شو الجسم بيترعش ملهوف على الاكل ده ايه ده بقى? والله ممكن يعني بصي مستوى هربوني الغده الدراقية بعد كل ولادة شفت اللي عايش طول عمره مسلا كأنه ما بيكلش وما بيشربش والجسم لقى الاكل فملهوف يلا اديني اديني انا نفسي عايز اكل بالراحة بس جوايا يعني جوايا رعشة اني كأنها كل حاجة ناقصها ناقصها ان انا ما باكلش ما كنتش باشرب الجسم بيترعش محتاج ماشي طبعا انا هقولك هقولك بس هقولك حاجة ارتعش الجسم بشكل بعد كل ولادة. مم. يعني في الطبيعي انا بنا قدمة طبيعية لكن بعد كل ولادة بمر بالمرحلة دي. مم. هي اللي بتخلينا ام بعد الولادة دا 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 عندي عندي وزن زيت. والله بص. هننزل من الوزن الزيت وده كمان سنة. هو فيه احتمالات. هو فيه احتمالين. اه ما انا بقوله هو نقص الفيتامين ايه دوان? اسمه الفيتامين دا. لا هو بصي بص انا هفاهمك حاجة انا هفاهمك حاجة. هقولك حاجة. تمام. الاكل اه النظام الغذاء الخاطئ هو احد الاسباب الرئيسية للرعشة. يعني نقول نقص التغذية او نقص الاكل بتاعنا هو سبب للرعشة اللي موجودة عندنا. طب يا دكتور الاكل الصحي المفروض بتاعي. يا دكتور الاكل الصحي المفروض بتاعي يكون عامل ازاي? علشان نقول ان رعشة دي ما تجليش. انا مثلا وليا كن اعادت يوم ما كلتش اي حاجة. واليوم اللي قبله ما كنتش كلت اكل مسلا ما فيهوش بروتينات. ولا نشويات ولا دهون ولا فيتامينات ولا ملاح معدنية ولا الياف ولا مي. احنا لابد علشان نقول طعام صحي يبقى فيه سبع حاجات اساسية. ركز معين. الحاجة الاولانية شرب المية. احنا عايزين نخس صح كده? لازم نبقى عارفين ان سبعين في المية من الجسم بتاعنا مية. تسعين في المية من الدم بتاعنا مية. سبعين في المية من العضلات بتاعتنا مية. تلاتة وعشرين في المية من العظم بتاعنا مية. تلاتة وستين في المية من الجلد والبشرة بتاعتنا مية. المية دي الوسيلة اللي بتنقل لنا جميع العناصر جزائية الجميع خلايا الجسم. فلو احنا عندنا نقص في المية في الجسم تبقى دفع قوية جدا ان احنا ممكن يبقى نحفاء. تبقى دفع قوية جدا ان احنا نكون سمناء. تبقى دفع قوية جدا ان احنا يكون عندنا امراض بسبب نقص السوال في الجسم. تبقى دفع قوية جدا ان احنا يبقى عندنا سموم جوى الجسم. تبقى دفع قوية جدا ان احنا يكون عندنا آآ آآ رعشة. ممكن نقص السوال في الجسم ممكن تبقى سبب الرعشة اللي موجودة عندنا. ده رقم واحد. تاني حاجة تاني حاجة تاني حاجة بنتكلم فيها. النشويات النشويات عشان الاكل بتاعنا يكون صحي. عشان الاكل بتاعنا يكون صحي بنقول محتاجين النشويات. النشويات زي ايه? زي الرز والمكارونة. زي الرز والمكارونة والكربوهادروات المعقدة زي الرز والمكارونة والبطاطا والبطاطس والبقوليات وهذه الأشياء. او آآ الكربوهادرات البسيطة زي العاصر المربع والحلاوة وهذه الأشياء. دي مسلا لا comentarios بنتكلم عن النشويات احنا نحتاجينها مسلا عليكم بالنسبة خمسين في المية من الواجهة بتاعتنا. لو احنا آآ يعني معم ديناش يعني لو احنا عايزين نخس ممكن نألل هايرة النسبة شوية ونبعد عن الكربوهيدريت البسيطة ونركز في الكربوهيدريت المعقدة ونركز بشكل خاص في البقوليات ونركز بشكل خاص في البقوليات. ده كده مثلا وليكم بنتكلم عن النشويات. تاني حاجة بنتكلم فيها عن الدهون. الدهون الصحية لو احنا ربنا يباركليك يا رب. بعد كده بنتكلم بنتكلم في الدهون الصحية نعص الدهون الصحية برضه ممكن تبا سبب فيه اه مشاكل صحية عندنا. دهون الصحية دي موجودة فين? التونة. التونة دي موجود فيها دهون صحية. علشان كده بنقول ما جماعة لو سمحتم. اه لو تلات مرات اسبوعيا. لو لو سبعين جرام فقط من الدهون الصحية دي تكون موجودة من خلال الاسماك. ويباقي الايام يكون عندنا مسلا مكسرات جوز لوس عز فست وعين جمل بزور الشيء بزور الكتان. كل الحاجات ديت مفيدة جدا للتخسيس ومفيدة جدا ايضا لصحة الانسان. والجسم الانسان. فالرعشة وهذه الاشياء ممكن يكون سببها حاجتين. اما سبب نفس. طيب يا محمد. ايه ده? يبا احنا قلنا. ازباب الرعشة. برضو هناك ازباب عضوية مسلا. ممكن الشعور بالبرد ممكن يسبب لنا رعشة. الشعور بالبرد. لا. ممكن ارتفاع. ممكن ممكن ارتفاع درجة الحرارة ممكن تبقى سبب مسلا وليكن ارتفاع درجة الحرارة ممكن ايضا تبقى سبب في البرد اللي. رعشة جسم مش رعشة خارجية. داخل يعني. رعشة. رعشة قلبي يعني كأن قلبك او اعضائك من جوه محتاجة شيء. تمام خلاص? يبقى محتاج الاكل وما بتاكل كل حاجة بترجع لوضاعها صحيح كده? اه 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 اه. بس ما بيحصل ليش الشئ ده غير بعد ما بولك. لان اصلا. هاقول لك شهور. ما باكلش وما باشربش. ولا سمك ولا لحمة ولا لابن ولا بيض ولا اي حاجة ماشي يا تود. ولا اي حاجة. عايشة ببركة ربنا. طب ان طب اعرفك حاجة اقول لك حاجة. تتعرف ان الاصابة. انت تعرف ان الاصابة بالخوف والتوتر والقلق الدايم من اهم اسباب دقات القلب وخفقان القلب كده. يعني اه زي ما تبتون عندي رعشة في قلبي كده. دي الخوف والتوتر والقلق الدائم. ودي ودي ممكن اصلا تلاقيها. مسلا وليكن انا مسلا وليكن الخارجة من بتاعه اصلا كان عندي حالة من الضغط النفس الشديدة. وبرضو. ما بيجيش غير وقت الاكل. انا مش خايفة. ايو خلاص. انا عدا في بيت وعندي كل شيء يعني ما بيجيش. خلاص. غير وقت الاكل. انت كده يعني كأنه نقص في حاجة معينة هي اللي بترعشني وقت الاكل يعني. بس بعد الموضوع ده بعد الولادة يعني. اقول ايه. شفت مسلا كأنه واحد محروم من كل حاجة ما كانش بيدوق طعم الاكل وطعم الشرب. وديت له شيء في تخيل اللي هو بيأكل ازاي هو مش باكل بفجعية يعني. بس من جوايا بيترعش. محتاج كأن محتاجة. يعني جوا جسمي محتاج. حساة. انا حساة. على فكرة انا اول مرة اقول الكلام ده. بس اكيد انت فهمه ما انا قلت لك على اساس انك تقول لي ده نقص فيتامين ايه اعمله. ما هو نقص فيتامينات واملح. ما قلنا البيتامين ده ايدي. ماشي ما انا بقولك اهو ما هو احنا اقولنا احنا اقولنا نقص فيتامين ده اللي كان موجود عندنا احد الاسباب برضو ممكن الراعشة لكل سبب فيتامين ده. ماشي واحنا اتفقنا عرفنا العلاج بتاعه ايه ده خلاص اتفقنا فيه. لكن انا واتكلمنا برضو على عدم الحركة اتكلمنا فيه. اه الكورتزون اه بتاعه قلنا هنعالجه ازاي من خلال الحركة برضو بتاعتنا علشان نتخلصه. لأ. اه. عدم استقرار النوم. اه. فيش نوم. اه. تلت تلت اغذية هي الافضل على الاطلاق تخليك تنامي نوم مريح وعميق. هادي ليلة رائعة. بحياة. تين ده بقى? اه هاولك اه. ايه اللي هاكله بقى? اه. اول حاجه. اللوز. اول حاجه. ماعيان حاجة. اول حاجة. اول حاجة. عايزين العنصر ده موجود. العنصر ده موجود فين افضل مصدق. هذا العنصر اسمه عنصر المغنيسيوم. ناقص عنصر المغنيسيوم بيخلينا ما نعرفش نام. بنخليه عندنا ارقة توتر. دي جسعة النوم مش مش قادرة نام. في حاجة جوايا خلياني مش عادرة نام. صح مش ده لي بيحصل عند كل الناس. السبب. ده العيني مغمضة وتبغي شغالة. اه. شوفي. يبقى الحل ايه? نقص عنص المغنيس. شكشوكة كلها قبل النوم. شكشوكة قبل النوم هتخليك تنطفض كده على السرير كده وكمية غازات ايه? وحاجات زي الفل. طب ايه ده ام اقفل باب علينا بسرعة. انا دلوقتي انا 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 عايزين عنصر الماغنيسيوم. عايزين عنصر الماغنيسيوم. نظرية مبسوطة تحت. احنا مبسوطين ان انت موجودة معايا نظرية ومبسوطين بالضحة بتحت. ده مؤلفة وراوية وكاتبة. الله اكبر. انت لسه بتفكر. ساني ساني بس. اعمل فلق درعة. مؤلفة. ازبني بعد. اعمل شعره. الله اكبر انا اعمل. تمام اهو اهو. اعمل فلو للدكتورة نيزارية. هو دكتور تغذية في تركيا النيزارية. يا سلام. تمام. اه خلينا بقى نكمل اعمل فلو. لحس الفرق يا دكتورة نيزارية. يا ربي ده الفرق ده قدم قوي. اعمل. اه تمام بص بص اه اه انا بس عايز اقول لدولاتي احنا تمام خلاص اتفقنا دلوقتي. احنا عايزين الماغنيسيوم ده موجود افضل تلات مصادر له. الماغنيسيوم اه اللوز. الافوكادو. السبانخ. اللوز. وربنا عاملها جوه اه. ايه السبانخ? السبانخ? هتنام النهاردة نوم مريح وعميق. ركزي كده تابع نفسك في الايام اللي تكلفها سبانخ والايام اللي مش هتكلفها سبانخ. اليوم اللي هيبقى فيه ماغنيسيوم هتلاقي نفسك. نوم عميق بتسحبي في السرير. بتسيحي في السرير انت والسرير وتنسابي وتصبح لغاية. لا ده نايمة من صباح ربنا. كالتي السبانخ النهاردة حسيت ان انت عايزت نايمة. نايمة والله ما انا ادرك خالص ده انا حتى وشي باين على ان انا مش طبيعية اصلا. لعنة طبيعية. ربنا يا سعيدك انت طبيعية جدا. الحمد لله. يبقى احنا كده ده ده عدم استكرار النوم يبقى احنا كده من خلال تلات اغزية. اللوز والافوكادو والسبانخ. كده احنا عرفنا. احنا خلينا السبانخ ولو. وافوكادو يا نزارية. وافوكادو. فيه فيه. الحمد لله سبانخ ارخص حاجة هناكلها. ناكل السبانخ وخلاص. اي خلي في علموك يا جماعة لو انتم ملاحظين كل الاغزية بتاعتنا فيها كل الرخيص رخيص. رخيص يا نزارية ده انت مؤلفة يا نزارية بلاش رخيص دي خالص. رخيص دي مش هتنفع معانا. رخيص صنع. ارخص حاجة سبانخ بتقول لي واللوز رخيص يعني. ماشي اصل هي كده. يعني بتضمني ان اللوز رخيص كمان. ماشي ماشي انا معاك بس هي ما تكتبش رخيص بالسين. اه يعني معيب كده دكتور. اه انا ياسف يا دكتورة لو كنت بعدل عليك يعني عادي. او عادي ممكن نقلب الكلمة خالص الخلاب السين يعني. هتقولي حاجة اهلت برضو. اه. خلينا نخش بقى دلوقتي. هقولك هقولك دي احنا قلنا تلات اه مصادر. اختك هتوقع. انا معاك يا دكتور احمد تفضل. بصي. اه ممكن نقول برضو ممكن نقول الخضروات بتهتوى على نسبة برضو من الماغنسيوم. البقوليات فيها ماغنسيوم. المكسرات فيها ماغنسيوم. البزور فيها ماغنيسيوم الحبوب الكاملة فيها ماغنيسيوم زي ايه زي الخبز المصنوع من القمح الكامل ده احنا ما بنعمل ريجيم يقولك ممنوع تاكل عيش خالص ما فيش الكلام ده انا الكلام ده مش صحيح تاكل تاكل كل اللي انت عايزه وتخسر دكتور حرمني منه لمدة مدة ستة شهور ما دقته لغاية ما حملت بقى وده ممكن ايضا يكون سبب في رجوع الوزن مرة تاني ان انت ماشي على النظام غير صحي ما كنتش باكل ولا رؤز ولا مكارونا ولا عيش ولا عيش سن ولا عيش بلدي ولا اي شيء ماشي ما هو دكتور حمار هو دكتور روح قولي له بطبيت لبن بقهوة بروح قولي له الدكتور احمد بيقول عليك ان انت حمار طب اكتب اسمه عن نت وانت تعرفوا مين مهم محمود العفيفي ربنا يوفاه في طريق اللي هو ربنا يوفاة ما عرفوش والله بس ربنا يوفاه في الطريق اللي هو ماشي فيه لك ربنا مشاعر على فكرة تمام ما انا برضو مما يقول عبرة ما هقول عبرة مش دكتور مماثلين وعبرة انا ماشي صح ولا غلط لو كل الناس مشيت غلط انا وعلى اطول بياخد جواز على التلفزيون تمام ما ياخد جواز. از انا باخد جواز برضو وبطلع في التلفزيون مش مشكلة عادية يعني. الموضوع مش موضوع شهرة. الموضوع مش موضوع شهرة. المكتب الدكتور عحمد عطيق ده حشان يجريك حلقات تلفزيونية برضو ليا يعني. او ابحاسي في القناة بتاعة تتلاقي بعض حلقات التلفزيونية. مش كتير. يعني لها روح الدكتور معروف مش يعني ملوش وضعه. ليه وضعه؟ ماشي. 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 مش كل الدكاترة المعروفة بتمشي عن نظام صحي يعني كل يعني انا دلوقتي كفاء انا انا لو عايز اكون مشهور من الصبح ما هطلع اعمل تلاتين اربعين حلقة وخمسين حلقة وبتاعه بفلوسي مسلا وهطلع عمل حلقات كتير الناس اللي تشوفني اه ده ده دكتور مشهور لكن هو دافع فلوس عشان يطلع بس انا الحمد لله بالعامين وعمر ما دافعت الفلوس عشان اطلع في حلقة وده مستي انا اكون طالع مسلا في عشر خمستاشر عشرة خمستاشر حلقة بس عمري ما دافعت فلوس عشان اعمل نفسي وهم اللي يطلبوني اهم من اللي عمل تلاتين اربعين حلقة ودافع الحلقات تبعني الحلقات علشان يطلعون لان الطبيب لان الطبيب بيعمل اعلان من خلال الحلقات الطبيب بيعمل اعلانات من خلال الحلقات تفهمها لكن انا يعني الحمد لله بالعالمين اكون صادق معاكي انا طلقت اعملت احلالات يعني المفترض الدكتور بيدفع فلوس علشان لان تبقى اعلان لي هو في الاول ده اعلان لي الدكتور مهما كان بيبقى اعلان لي فالحمد لله رب العالمين عمري ويعني ولا يعني يعني عمري ما دفعتي شنين واحد اه علشان اطلع في اه حلق يعني وده ما يميزني يعني فدي الشيكي شرفني يعني الله يبارك فيك يا الله في امل ان احنا هنخص ان شاء الله بس نقر عيالة كل ما اخص اجيب عيل كل ما اخص ركز بس في حاجتين ركز في الرياضة فايل 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 بقول له هخص تاني قال لي لك فايل اه لا ركز بس ركز في الرياضة زي ما قلت لك وركز في فيتامين ده وركز في الحاجات ديت وخص مش مهم تخص كتير بس خص وليل في وقت يعني ثماني يعني مش مهم ان احنا ننزل shifted. مش مهم ان احنا ننزل مسلا عدد كبير في وقت وليل زي ما كان الدكتور ماشي معها النزلك تلاتين اربعين كيلو في شهرين وانا تبتز. كلام ده غير صح يعني الاصلي احنا ننزل. كيلو في تلاتة. اه تلاتين كيلو في تلات شهور. وما كنتش بمشي انهائي اه وما كنتش بامشي انهائي ولا بعمل رياضة انهائي. غير طلبات بيتي وانا في قلبي شايته. ما كنتش رجعنا في الوزن مرة تانية اهو. فانا بقولك اهو. لو انا عايزك. رجعت لقيت نفسي حامل ولا بعمل شيء مواخد العلاج. لقيت نفسي حامل. تمام. اللي نزل طلع تاني. تمام ما فيش مشكلة بس. الحمد لله. اه لا بس انا اقولك اهو. اهم حاجة الاكل اه عشان تخسي. روح الدكتور. اللي دكتور اللي يعملك منع لاي عنصر غزاية ما تكمليش معاه. تماما? اي دكتور يعمل. اه. وانزلي فقط نصف كيلو. بس تنزله النزول صحي. عشان ما تنزلي تاني ما ترجعيش مرة تاني. لكن انت هتنزلي النزول غير صحي. بص الجسم ده احنا بنعمله كحد غبي. والدكتور برضو اللي انت روح تيله مع احترامي ليه. برضو كان بيعامل الجسم كجسم غبي. ان هو بيمنع. اه. انا من امنع احيانا انا احيانا امنع. لكن امنع واحد يكون مريض. انت مثلا مش مريضة ولا في سبب مثلا للسمنة غير بس النمط الحالي الغلط والاكل الغلط. وابتاع واروح داخل منع كل النشويات وامنع كل اه. لا. النشوات الجسم بتاعنا محتاجة. الجسم بتاعنا كنتيجة احتياجه لهذه النشويات. اه? بتقول ايه? ايه? بتاع بيقطع كده مش سامنة. سواني بس اروح. تمام. اه ولا يهمك. بس اه طب خلينا اديك نصائح عامة للتخصيص. طب اتفضل. النصائح ديت مفعولها مفعول مفعول السحر في العلاج. ما اقولك مفعولها مفعول السحر في العلاج? يعني الى ان تذهب طبيب شاطر اه في التغذية مثلا او دكتور تغذية او خصات تغذية على الجيهة او استشارة تغذية على الجيهة اهم كان مسمى بس المهم يكون كويس وفاهم. كويس اكون مشهور ومش فاهم. هتقول لي ده في مدارس كتير في التغذية اقولك ماشي انا احترم مدرستك خليك في المدرسة بتاعتك انا مع مدرسة ان انا اعرف طبيعة الجسم وهنا على طبيعة الجسم اه ان احنا نمنع بعض الحاجات في حالة خلال مرض معين بنمنع بعض الحاجات وبنحط بدائل اللي احنا منعناه علشان جسمنا محتاج الحاجات اللي فيها يعني انا مسلا واحد مش هياخد حاجة الجسم محتاجة يبقى لازم نعوضها بشيء بديل يعني يعني مسلا واحد احد مسلا عنده حساسية من الجلوتين فما بيقولش منتجات القمح ولا ميقولش مسلا منتجات القمح ولا بيأكل الجودار ولا بيأكل هذه الاشياء مسلا واحد لا يأكل واحد مسلا لا يأكل هذه الاشياء اه خلاص يبقى احنا هنبدأ نشوف ما هي البدايل مسلا بندخل بزور الكنوة ندخل ندخل الشوفان في بعض الحالات ندخل بدايل طبيعية للشيء اللي احنا منعناه لكن مفيش حاجة اسمها ان انا هشيل كل النشويات من النظام الغزائي والنشويات من نظامة الصحة العالمية بتول ان احنا محتاجين خمسين في المئة من آآ خمسين في المئة من الوجبة بتاعتنا النشويات فما واحد يمنحها خالص يا عم مش هتاخدها بخمسين في المئة خلاب اربعين في المئة خلاب تلاتين في المئة خلاب اخد يا عم المهم تاخد نشويات يعني بس فكرة انك انت تمنع او تدخل بدائل صحية للنشويات دي في حالة مسلا عندك حساسية من الجلوتين او من حساسية قمح او هذه الاشياء. فاول اه فا هتكملي معي? ولا ايه? ولا طويلنا خالص? معاك. لا لا ما فيش مشكلة خالص. ايه المشكلة يعني? مم. اللي مكتوب له حاجة هيشوفها انت يعني. بس انا بشيل حتة انا انا اقعد الف عشان رزق يجيلي. مم. هو لو رزق يجيلي هيجيلي وانا مكاني. مم عندك يا الله يا كيف. وانا فاتحة وعملت يعني. انا بقى لي سبع انا بقى لي سبع شهور عمر ما استخدت بالمتعد اي حاجة. بس بخشي عشان ممكن اساعد اه اغير حياة انسان. اه الاقي دعوة صالحة بعد ما موت. اه اكون سبب اه في تغيير مفهوم حد يكون هو شخص شاطر شوية وبيحب يتكلم في وسط الناس. فيبدأ يغير ناس حواليه. فكون انا سبب في تغيير امة بسبب تغيير فرض. يعني ممكن. لا بهذا التفكير ممكن ممكن نغير الامة بتاعتنا دي كلها بتفكير واحد. ان كل واحد يفكر ان انا في المجال بتاعي افيد الناس. انا انت مسلا وليكن شغالة شغلانة معينة. الشغلانة ديت انت مسلا شاطرة فيها كويس. انت مسلا انت مسلا شغالة شغلانة معينة. الشغلانة ديت شاطرة فيها اوي. اه لتبدأ تساعد الناس وتعرف الناس. ممكن تغير تفاهمي حد حاجة معينة. تكوني غيرت مصير حياته وتاخد حسنات بسبب طول حياتك بدون اذا متى ابن ادم انقطع منهم الى من ثلاث ومنها اه او ولدهم صالح ونيدعوا لها او ونكتبوا ما قدموا واثارهم الاثار المترتبة على كل حاجة انت بتعمليها او بتتغيير حياة انسان اه يعني بشغالة اليوم الدين حسنات شغالة اليوم الدين اه خلينا اخش بقى في موضوع التخصيص اول حاجة بنتكلم عن شرب المية ممنوع لو عايزين نخس نشرب مية كتير بنقول تلاتة لتر ما نقول كتير تلاتة لتر كويس تلاتة لتر بس ممنوع شرب المية اثناء الوجبة او بعد الوجبة مباشرة شرب المية اما قبل الوجبة بنص ساعة او بعد الوجبة باربعين دقيقة ممنوع اثناء او بعد الوجبة مباشرة ننتظر خمسة واربعين دقيقة طب يا دكتور دانا اللقم بتقفزوري ازاي هشرب مية دانا اللقم بتقفزوري لأ ما هي بتوقف زورك علشان النصيحة دي لك نهدها لك النصيحة دي بتقول لاية الاكل البطيء والمضغ البطيء مشكلتنا للدنيا بتجري وكل حاجة بتجري معاها حتى واحنا بناكل بنزلط ما بناكلش هاكل عايقين زلط فتلقائيا الهضم بتاعنا بيبدأ من الفم إنزيمه الاميلز بيفرز مع الاكل البطيء والمضغ البطيء إنزيمه الاميلز ده بيسهل من عملية الهضم بتاعنا فانسهل عملية الهضم والحرق والتمسيلي الجزائي الماضي thank you to be with me أكثر حاجات بسيطة لسماعي كل نقطة باقولها لك دي ممكن يكون فيه أدوية موجودة في الصيدليات الشغالة على كل حاجة أنا باقولها لك فهوى فلا تهم لي اي نقطة الاكل البطيء والمضغ البطيء آآان الاكل البطيء والمضغ البطيء تاني حاجة طبق الصرة الخماس الألوان قبل كل وجبة الطبقة الشصلة الخماس الألوان ده أنا سميته باسمي لعظمتها هذا الطبقة بسبب عظمته أنا سميته باسمي هذا الطبقة الطبق ده بيحتوي على خمس ألوان رئيسية اللون الأبيض زي التوم والبصل اللون الأخضر زي الخص والجرجير والكرافس والبروكلي والشبت والبعدونس والفجل والرجلة والكابوتشا والأيسبيرج اللون اللهانة والملفوف اللون الأحمر زي البنجرة والشمندر اللون الأصفر زي اللامون والفلفل الأصفر اللون البرتقاني زي الجزر طبق صلطة سحري يحتوي على مضبطات أكسادة عظيمة جدا وفيتامينات قوية جدا تجعلنا في طاقة ونشاط عالي جدا وبالتالي حر سعرات حرارية كنتيجة للطاقة اللي موجودة عندنا واستهلاكها وبالتالي خسارة الوزن وبالتالي برضو الفيتامين يبقى الطبق الصلطة بيفتنا بحاجتين الطبق الصلطة بيفتنا بحاجتين الحاجة الأولينية بيدينا طاقة فبالتالي بنستهلك سعرات حرارية من خلال الحركة لأنه نحن عندنا طاقة بس خلينا نخسه وبعدين بحط الطماطم بعدين ما فيش مشكلة الطماطم افضل مصدر بس اه خليكي بس في طبقة السلطة ده احيانا شوية احنا ما بنقولش في طبقة السلطة انا ما حطتش الطماطم فيه باصدي يعني لان بعض الناس ممكن يبقى عندها نسبة املاح عالية هي نسبة الطماطم الاملاح اللي فيها مش كبيرة لكن لو واحد عنده نسبة املاح فانا قلت اشيل الاملاح خالص من البتاع علشان ما نزودش كل زرة ملح واحدة بتحبس لنا تلت زرات اه ما يا بقولك سميته باسمي يعني ازل الطبق عظيم يعني شوفي بسميته باسمي نفسي اسمي طبق الدكتور احمد عطية الدهشان خماس الالوان طبق الدكتور احمد عطية الدهشان آآ كل 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 حاجة موجودة كل حاجة موجودة داخل الطبق كل حاجة موجودة داخل الطبق نعمل لها درس مخصوص ونتكلم فيه يبقى طبق السلطة شرب المية الاكل البطيء والمضج البطيء اه امشي على نظام جزائي صحي متوازن متنوع اه ومع الحركة فيتامين دال هتقابلين المرة الجاية وانتي كده مش عارفك مش عارف وشك ولا عارفك خالص. لا ان شاء الله دعواتك. الله يا سعيدك ربنا يحفظك يالله يوم سعيد حياتك الله سعايا. نعم. بي من وشي كتير. نعم. لأ. وشك مش عارفك من مش هيبان. يعني الشخص ما بيخص انت عارف انا مش عارفك. لا انت مش محتاجة انت تخص. بس انا بقولك يعني 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 انت وشك. الله يعني انت مش هغازل انا وبتاع انت كل واحد عارف نفسه جماله ازاي يعني. انا مين علشان اقيم الناس الجميلة? تمام? ربنا يخليك يا دكتور رحمة. الله يا كرامي. لو عايزة تقولي اي حاجة قبل ما ناخل ماشي. انتي اخر حاجة انا خلاص يعني انا كده قلت المهمة بتاعت الرسالة بتاعت النهاردة. لا مش زهقتي والله بقى هاهاهاهاهاكل. انا لجي استدك عليك حقا ضرب وهناكل. وبعد ما ناكل هنزاكر. وبعد ما نزاكر عندي كم كشف كده اونلاين. اه اه هعمله. وبعد ما نخلص كم كشف. اه وعندي كم كشف عندي كم كشف اونلاين هخلصه. وبعد الكشوفات اه اه هنام بدري واصحة بدري اخش الامتحان. الله يصلح حالك ويوفقك في احسن حان يا رب. اللهم امين. اللهم امين. اللهم امين. ماشي. يلا يومكم سعيد حياتكم كلها ساعة. الله يخليك. الله يبارك فيك. ماشي. على خير دايب كده يا رب. الله يسعيدك يا الله يومك سعيد حياتكم الله سعادة خلي بالك من نفسك انا استأذنك. اتفضل يا دكتور. الله يخليك الله يسعيدك يا الله في رعاية الله يومك سعيد حياتكم الله سعادة.